أهلا بكم بلا شك طبعاً الغرب الأمريكي بسحره لكن قوة أسنان الدرجات يتاكل المسدس ده أمنياتنا في الزراعة كل مريض بيعمل زرعة بيبقى متخوف منه وطبعاً ما فيش حد يقدر يعمل الكلام ده وبرضه أرجوكم يا جماعة ما تحملوش الأسنان ما تتعملوش مع الأسنان بطريقة إن أنا بجرب بقى أنا عملت زرعة أجرب عليها أجرب أجيب بقى بندق وأكسر عليه وجوز وأكسر عليه الكلام دوت يعني نوع من التحديات الخيالية ما فيش الكلام ده النهاردة هنفهم حاجات كتيرة متعلقة بالتحميل وكلمة تحميل دي لازم نفهمها كلنا بقى يعني إحنا حطينا الزرعة كلمة تحميل معناها الزرعة للجسم المعدني اللي بيتحطه جوه العظم ده لأنا فهمه وطبعاً ضايفة هيصحح لي لما بحط تحميل التحميل اللي هو التربوش اللي فوق الزرعة ده مهمة قوي إنه يتحط في توقيت المناسب عشان هو ده اللي هيشيل الحمل وينقيله للزرعة لو اتحط في توقيت بدري يكون لسه الزرعة ملتقمدش مع العظم بعتقد إنها يبقى فيه مشكلة تبدأ بقى الزرعة تتلخلخ من مكانها وتفقد قدرتها على الانتجريشن التلاح ومالعظمي ده كلام أنا فهمته على قدي طب نفهم أكتر النهاردة كلمة التحميل وهل فيه تحميل فوري وليه في كتير من الحالات بنأخر التحميل شوية الكلام ده مهم جداً مع واحد من نقوم عالم الأسنان والزرعة اللي بيبتعني بحواره العلمي الراقي جداً واسلوبه الدقيق في الشرح والتفصيل دايماً اسلوبه مختلف دايماً بسمع منه تفاصيل دقيق جداً وكل مرة بيرفع المستوى العلمي في الشرح أكتر وأكبر ضيوفي العزيز هو طبعاً نجم من عالم الأسنان يعني بارس جداً دكتور محمد سامح الحديدي خلينا متفقين إن الإنسان يتقبل أي عيب في الإنسان اللي قدامه ويحبوا ممكن يعني إيه؟ مفيش حاجة يسمعه عيوب كل شيء يراه البعض عيباً يراه الآخرون جمالاً لكن كل الناس بلا استثناء لا تختلف على إنه لازم الأسنان تكون بحلوة تجميل الأسنان ده يعني مش شيء تقليدي أو شيء optional وتجميل الأسنان مش علشان الناس تكون فاهمة بس تجميل الأسنان مش حاجة بيضة بحطها على الأسنان وخلاص مثلاً حالة زي كده شكلها مش لطيف شكلها مش حلوة بس هي مش مضطرة تعمل أسنانها بس علشان شكلها مش حلوة لأن فيه ناس كتير زي ما حضرك قلت ممكن مايفرقش معاها الشكل قوي إنما الأسنان مهمة جداً شكل قوي وكمان وظيفة لأن هي شكلها مش حلوة لأن هي مش في البيض المزبوط بتاعها ممكن يكون عندي مشكلة في البوء كورلو فول ماوس مثلاً فهنتطر نعمل له زراعة وبالشكل ده هنقدي لي شكل حلو إساتيكس فهنعمل تجميل أسنان بزراعة الأسنان الناس يعني حكاية الفينير والكراون سعب بتتكلم عليهم كأنها أخناقة لأ أنا هعمل الفينير لأ أنا مش عايزة أعمل كراون لأ أنا الكراون حتى حتى أصبح الناس دلوقتي عامل أخناقة في إن إحنا نعمل ريداكشن كام في التحضير قد إيه يعني نعمل بريبلس بريباريشن ولا نعمل بريب في الحقيقة الموضوع ده مهم جداً على حسب حالة السن في تخصصات الحقيقة كبيرة جداً في تجميل الأسنان وهي التركيبات وزراعة الأسنان وجراحات اللاسة ممكن تؤدي إلى نتيجة كويسة جداً في الأسنان اللي أنا نفسي أقوله بقى في الآخر إنه في كل فروع الطب ملاش الدعاية اللي بتخل بقيمة العمل الطب ملاش الدعاية اللي بتسخف من جهة الناس الدكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان ماجستير زراعة الأسنان جامعة القاهرة بكالريوس طب وجراحة الأسنان جامعة سيناء مؤسس مراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان موسيقى اسمحوا لي أروحب بضيق العزيز واحد من نجوم عالم الأسنان دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وماجستير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور مناور دكتور حديدي مناور حضرتك يا دكتور عايز أبدأ بكلمة التحميل الفوري لأنه دي إهلانات موجودة على السوشال ميديا هتحمل فورية ناحنا بتوع الزراعة الفورية ناحنا الزراعة الفورية الوحيدين ايه الكلام ده؟ هو مفهوم التحميل الفوري ده مفهوم جديد في طب الأسنان يمكن ما بقلوش كتير إنما كلمة تحميل زي ما حددك قلت في البداية إن أنا هنقل حمل أو فورس هننقلها على الزراعة دي بتتنقل عن طريق التركبات اللي بتتحط فوق الزراعة في البداية كنا بنعمل تركبات أو زراعة الأسنان وبننتظر ثلاث شهور لما يحصل التعزم أو الأستوين تجريشن وبعد كده بنحمل عليه تحميل أو بنحط عليه التركبات اللي بيبدأ المريض يأكل بيها ويشرب بيها لأن مع البداية الزراعات زي ما قلنا قبل كده بتكون مسكة في العظم ميكانيكل وبتاخد وقت لما بيحصل أستوين تجريشن وبتمسك الزراعات دي بعد كده بيولوجي فيه جسم الإنسان في خلال الفترة دي ممكن نحط تركبات مؤقتة ثابتة على الزراعات بيأكل بيها وبيشرب بيها عادي وبيتكلم ويدحك فالأكل والشرب والكلام والضحك ده بينقل حمل أو فرص على الزراعات في أول ثلاث شهور ده مفهوم التحميل الفوري إن أنا أعمل الزراعات النهاردة وأركب له تركيبة النهاردة أو بكرة بالكتير في خلال 24 ساعة التركيبة دي بتنقل فرص أو حمل للزراعات عشان كده سمينا التركيبات دي تحميل فوري على الزراعات التحميل ده ليه مميزات كتيرة جدا إذا كانت حالة العظم تسمح إن إحنا نركب التركيبات أول ما بنعمل زراعات الأسنان ليه مميزات كبيرة أولها زي ما أنا قلت إن هو بيبدأ في الثلاث شهور دول بيأكل ويشرب ويعيش حياته بصورة طبيعية ودي ميزة كبيرة جدا للتحميل أو التركيبات الفورية على الزراعات ده بخلاف الزراعة الفورية الزراعة الفورية لها مفهوم تاني يمكن إن أنا أزرع وأركب أو أزرع في وقت الخلع دي اسمها زراعة فورية عكسها تبقى التركيبات المؤقتة مش كده؟ إحنا غير كده كنا بننتظر ثلاث شهور أو نعمل تركيبة متحركة مؤقتة على الزراعات يعيش بيها إنما التحميل الفوري إن أنا أحط دايريكت فورس على الزراعة إن أنا أحمل عليها واربطها بالتركيبة في نفس الوقت إمتى نعمل تركيبات مؤقتة؟ التركيبات المؤقتة السابتة على الزراعات إحنا دلوقتي بنعملها وقت إجراء زراعة الأسنان إذا كان عدد الأسنان بسيط إذا كان سنة أو درس أو أي حاجة بنطلعوا في نفس الفيزيت بسنة مؤقتة السنة دي بيأكل ويشرب بيها بصورة طبيعية أو لو حالة فول أرش كبيرة زي كده بنركب لها في خلال أول 24 ساعة عشان كونستركشن بتاعها بيأخد وقت شوية فبنعملها في خلال 24 ساعة لا أنا عايز أفهم يعني إيه بقى كونستركشن بيأخد وقت شوية؟ يعني دي حالة كبيرة فول أرش فالتصميم بتاعها هياخد وقت هياخد ساعة ساعتين من اللي هيعمل ديزاين للحالة واللي هيرسم بشكل الأسنان وكمان بعد كده هتاخد وقت شوية في الميلنج مش غير السنة أو السنتين في النحة في النحة أو إن أنا صنع التركيبة دي هتاخد وقت شوية هتاخد قد إيه؟ ممكن تاخد حوالي كمان ساعتين تلاتة فهمش هينتظر المريض وهو لسه عامل إجراء زراعة الأسنان لفك كامل 3-4 ساعات فإحنا بنخليها لتاني يوم في أول 24 ساعة بيعمل زراعة النهاردة وتاني يوم بيركب إذا كانت حالة كبيرة فول أرش إمتى بنعمل كده؟ بنعمل كده لو حالة الأسنان أو العظم تسمح بكده حالة العظم تسمح بكده إزاي؟ أنا حطيت عدد زراعات معين في حالة فول أرش مثلا وكمان كسافة العظم تكون كويسة عشان الزراعات تمسك إميدياتلي بفرصة عالية في العظم لأنها بتكون مسكة الأول كلينيكل وهيحمل عليها وهياكل ويشرب بيها فلازم تكون معدية 35 نيوتن عشان أقدر أحمل على الزراعات دي وياكل بيها بصورة طبيعية السؤال بقاقي يعني التركيبات النهائية بتتم يعني إحنا عايزين مش إمتى توقيتا إمتى إيه اللي حاصل عشان نعمل تركيبة النهائية؟ إحنا دلوقتي ركيبنا تركيبة موقعات الميدياتلي ساعة الزراعة بعد كده بننتظر لما الزراعات يتكون أستو انتغريشن أو التعظم حول الزراعة بعد كده يعني البروشس دي بتاخد ثلاث شهور غالبا من شهرين ونص إلى ثلاث شهور بعد كده بنعمل إكس ري تاني وأشعاعات تاني بنتأكد أن الزراعات مسكة فيه أساليب تاني أن احنا نقيس بيها سبات الزراعات بعد ثلاث شهور حاجة اسمها جهاز أستيل بعد كده بنقيس السبات ونركب تركيبات نهائية أو نعمل مقاسات جديدة عشان نعمل تركيبات نهائية زي اللي زهرة قدامنا دي تركيبات دي زركون بعد ثلاث شهور بنتم استبدالها وبعيش بيها بصورة طبيعية بقى بعد كده دي ما بتتغيرش تاني خالص بس لازم يكون أعدى ثلاث شهور على الأقل عندنا بقى اتنين فاكتور لازم نحطهم قدامنا عدد الزراعات وفكرة الفورية يعني عدد الزراعات اللي ممكن تأثر ونقول لا دي تنفع تركيب فوري أو ما تنفعش تمام أنا دايما لو مريض هيعمل فك علوي مثلا الفك العلوي أحسن عدد الزراعات فيه الـ ideal number اللي هو ست زراعات ده بالنسبة للفك العلوي ما قدرش أعمل تحميل فوري على فك كامل في الفك العلوي خصوصا بقى أقل من ست زراعات ليه لأن مستوى العضل في المجزلة أو الفك العلوي شوية أضعف من الفك السفلي فما قدرش أحمل الميديات لودنج أقل من ست زراعات ست زراعات ويكون كمان أطوالهم مناسبة للتحميل فوري لأن الأطوال زراعات لما بتبقى كبيرة شوية أكبر من 10 ميلي أو 12 ميلي نقدر ساعتها يكون ثبتة أكتر في العضل وتاخد فرصة عالية تستحميلها في أول ثلاث شهور بالنسبة للفك السفلي أقل عدد نقدر نحمل عليه هو عدد أربع زراعات ممكن ساعتها نركب له تركيبات مؤقتة كمان ثابتة إنما الفك السفلي يمكن كسفت العظم فيه أعلى شوية فنقدر نحمل على أربع زراعات إنما الأيدان نمبر برضو الست زراعات أنا أحب الست زراعات كأيدان نمبر للزراعة في الفكين إنما تحت نقدر نقل العدد لأربع زراعات إيه العاملة التانية اللي ممكن تؤثر عليك؟ اختيار شكل الزرعة المناسب للعظم يعني لو سوفت في بون بنختار له زرعة أجريسف شوية ويمكن الزرعة الأجريسف اللي منتشرة في مصر لا التعبير ده لطيف هو يعني زرعة أجريسف زرعة أكثر يعني أجريسف يعني قادرة على أنها تعاشش أكتر في العظم لها سريدس يعني الهيكل بتاعها ديب شوية فبتعشق في العظم بصورة أكبر يعني ده بنسميها أجريسف سريدس أو زرعة أجريسف بتدخل بتعشق في السوفت بون تعشيق عالي في أول ثلاث شهور وبعد كده زي ما قلنا بيتحول لبيريولوجي ويعمل أستون تغريش إنما شكل الزرعة بيختلف في أن أنا هحمل ولا لأ ولازم تكون تيبرد كمان يعني زرعة تيبرد ومدببة مدببة الزرعات دي يمكن الشكل ده ما يهمش المريض قوي اللي يهم اختيار الدكتور ليه إن يختار الزرعة المناسبة للعظم المناسب إن الزرعة تكون تيبرد وأجريسف شوية وعدد الزرعات قلناها وكمان الكواليتي بتاع البون إن البون يكون دي تو أو دي وان ما عملش دي ثري أو دي فور وحمل تحميل فوري كمان عليه علشان ما أساعدش إن الدنيا يحصل فيها فيليا أو حاجة كمان الحالة الصحية للمريض بتأثر جدا على التحميل يعني أنا لو عندي بيشنت أنكنترول ديبيتس يعني السكر مستوى مش منتظم يفضل إن إحنا نستنى عليه لما الزرعات تمسك بصورة طبيعية إنما لو كنترولد أقل من أنكنترولد بشوية يعني المستوى بتاعه에는 كويس ممكن نعمله تحميل فوري مفيش مشاكل كمان الحالة الصحية بتفرق إن أنا المريض الكبير ماينفعش إذا قدرت إن أنا عمله تحميل فوري هساعده كتير جدا إن أنا معملوش فتح جراحي تاني على الزرعات بعد مهور ثلاث شهور فكل الفاكتورز دي بنحطها قدامنا واحنا بناخد قرار ان انا هعمل اميديات لودنج او مش هعمل اميديات لودنج هل في يعني تركيبة نوع معين لها ينفع في التحميل الفاودي وتركيبها يمكن اول صورتين ورناهم الصورة الاولى لو رجعنا بيها شوية اول صورة رجعنا بيها اللي هي تركيبة اسمها بي ام ام اي حاجة زي الاكريليك حاجة زي الفايبر كده بلاستيك يعني دي بتكون خفيفة جدا على الزرعات عشان لما تمتص الفورس اللي نزلة من الاكل والكلام وبتمتص الفورس قبل ما تنقلها للزرعة فبتساعد كتير ان الاستو انتريشن يحصل بصورة طبيعية يعني في البداية ما ينفعش اعمل تركيبات تقيلة بورسلين او زركون على الزرعات فهي تبقى لود هي نفسها على الزرعة قبل ما يحصلها استو انتريشن او التقام في انواع تانية ممكن نعملها ممكن نعمل بيك ده يمكن اخف حاجة ممكن نعمل تيتانيوم ده ممكن نماشي المريض بتركيبات تيتانيوم او بيك حاجات خفيفة على الزرعات بحيث ان احنا ما ننقلش فرصة عالية للزرعات يمكن التركيبة دي تركيبة مؤقتة وما بتظهرش ودي هنفرق بيها في الصورة اللي بعدها ان احنا دي ميزة من مميزات التركيبات المؤقتة ان احنا عملنا شكل اسنانه وبعد ثلاث شهور نقلناها زركون بنفس الدزاين بنفس الشكل لنفس الاسنان فما يظهرش انه مختلف عن اللي قبل كده هو طبعا زركون يعني الشكل ده احلى بس الفرق مش باية الفرق مش هيباية والفرق الاحلى افضل للعياء بيحصل فيه ناتشوراليتي احسن شوية هو ما بيبانش انه هو عامل زرعات او غير حاجة في شكله ويمكن انا بحب اخد وقت شوية في الدزاين بتاع التركيبات المؤقتة اللي بنعملها لان الشكل ده بيتعود عليه وبالناس بتتعود عليه فبنلقل نفس الشكل بالتركيبات النهائية الزركون بيكون اختلاف الماتيريالز فقط الماتيريالز اللي بعد كده النهائية دي بيعيش بيها بتدوم لوقت طويل فعلشان كده بنحاول ناخد وقتنا في المؤقت وبعد كده بننقلها هي هي للزركون يعني برضو عشان الناس تفهم هل التحميل الفوري لهم ميزات كبيرة عن الطرق التقليدية اول ميزة ان المريض بياكل ويشرب ويشرب دي ميزة كبيرة اه واضحة ماشي واضحة جدا تاني ميزة ان انا مش هاخد مقاسات تاني مش هفتح على الزرعات تاني لان انا لو حطت الزرعات وسبتها الجنجفا او اللاسا بتقفل هاجي بعد ثلاث شهور هتطر افتح بنش او هعمل خرم كده وصاد الزرعة علشان افتح على الزرعة دي واركب لها الاباطمنت اللي هاخد عليه مقاسات وهعمل عليه تركيبة بعد كده فدي ميزة كبيرة جدا انا مش هفتح تاني الاباطمنت راكب من اول يوم او الدعامة دي راكبة من اول يوم من يوم الزراعة وموجود انا بس هشيل التركيبة هفك التركيبة اللي فوق والاباطمنت موجودة فمش هنضطر نقفل اللاسا هيلد حوالين الزرعة وحوالين الاباطمنت طلع منها فهنقدر ناخد مقاسات من غير منام الفتح تاني بعد ثلاث شهور ودي الميزة مهمة الميزة اللي بعد كده الهيلنج بتاع اللاسا او التقام اللاسا بشكله حوالين الزرعة بيكون افضل بكتير من ان انا اجي افتح تاني واستنى اعمل هيلنج تاني لان الهيلنج بياخد 21 يوم كمان فبتفرق في حاجات كتير التقام بياخد فترة يعني لما اجي اعمل بانش تاني او افتح تاني ااخد ثلاث اسابيق اقل حاجة ومريض السكر هيطول شوية ممكن نقعد شهر فالدنيا بتختلف في الهيلنج وشكل اللاسا كمان انا لو عجبني شكل التركيبة المؤقتة اللاسا بتعمل دوران عليها بتعمل شكل عليها كويس الدوران ده او الشكل ده بساعد ان التركيبات النهائية بعد كده تاخد نفس الشكل بالزبط ففي مميزات كتير للتحميل الفوري اهمها على الاطلاق هو الاكل والشرب ان انا ااكل واشرب واتحك بصورة طبيعية بصورة طبيعية من اول يوم اه دي اهم حاجة دي العيان دي الميزة الميزة اللي مرتبط بها العيان بشكل مباشر انما الحاجات التانية هو مش مركز فيها انما احنا بنحاول ندهاله علشان يحصل على احسن نتيجة هو هيبقى فهمها كلها يعني بلا شك اللي هو بيبص عليه انه ياكل ويشرب ويدحك ويتكلم بصورة طبيعية من اول يوم انما الحاجات التانية دي يمكن هو مش هيكون مركز فيها انما احنا بنشرح كل ده للعيان قبل ما يعمل زراعة اسنائي طيب نوع الزرعة نفسه بقى بيفرق انا قلت لحضرتك ان نوع الزرعة شكلها بيفرق مش كل الشركات بتعمل نفس الشكل التابرد والديزاين والسيرفستريتمنت انا لازم اختار الزرعة مصنفة انا عايز اشوف صورة للزرعات المعدنية نفسها اه يلي تيجهزوها لنا عشان نفاهي من الناس يعني ايه سيرفس ويعني ايه تابرد يعني الحاجات الجميلة دي لازم الناس تفهمها في نوع الزرعة نفسه شكل الزرعة بيفرق لان كل الشركات كل شركة بتختار ديزاين ليها وتعملها يعني الزرعات دي من فوق تخينها شوية ومن تحت تابرد اه الدورانات بتاعتها دي اسمها سريدز السريد دي لو هي ديب شوية او اجريسف شوية بتكون شارب يعني حاجة حده الشارب محفورة جامد لجوه محفورة جامد لجوه الشارب ده بيساعد ان انا اعمل الميديات لودين كويس لان هو بيعشش في العظم كويس بيدخل فيه كويس دي مش مش شارب بس هي تي برد يعني دي بلانت كده اه دي دي يعني مش مش الحلزونات اللي فيها وال والدورانات اللي فيها دي مش محفورة الجوه مش محفورة الجوه كويس الحفر الجوه كويس ده بيساعد ان العظم يدخل اكتر جوه الزرعة يدخل جوه قلب الزرعة فان العظم يدخل جوه قلب الزرعة كويس ده من اول يوم الزرعة بتمسك بصورة كبيرة يعني بتمسك في العظم بقوة عالية نوع الزرعة بيفرق كمان في السيرف السيريتمينت السطح ده كله بيتعمل ليه حاجة اسمها معالجة سطح الزرعة بكيميكالز وتعقيم وحاجات كتير جدا في التصنيع بتاعها اختيار نوع الزرعة وانك تختار شركة عالمية ليها أبروف الشركات دي بتاخد بتعمل سيرف السيريتمينت معين من دلوقتي فيه زرعات كتير زي شترومان مثلا زرعة عالية سويسرية من اولى الشركات اللي عمل زرعات أسنان الزرعات دي بتمسك دلوقتي بسيرف السيريتمينت ممكن من سادس أسبوع معالجة سطح معالجة السطح بتاعها بيقدر يمسك ويحصل له قصة انتريشن كامل بعد ستة أسابية ودي قللت يعني كنا من سنة ثالث شهور لو اشتغلنا بشترومها ممكن نحمل عليها تحميل نهاية بعد ستة أسابية فده بيوفر كتير في وقت المريض وكمان بيوفر ان احنا ما فيش فرصة ان احنا يعني يحصل فيليار أو اي حاجة فيه الزرعات فاختيار نوع الزرع مهم جدا البارس ده هو ده اللي بقى الجزء المعدني البارس الجزء المعدني اللي بارس ده ده فيه السيرجيكا الجايد أو الدليل الجراحي اللي من خلاله بندخل الزرع في المكان المناسب بتاعها عظيم جدا الزرع بعد ما تدخل بقى بيبقى فيه كمان بيتركب فوقينه ايوة بيركب فوقها الأباطمنت الأباطمنت والدعامة دي هي اللي بتكون زهرة فوق اللاسة اللي بيركب عليها التربوش بعد كده كل ده خلينا اقول انه الزراعة الفورية لازم نفهم قيمتها من جميع النواحي مش مجرد بس ضحك و واكل هي لها مميزات كتير زي ما قلنا ضحك وآكل وشرب وكمان حاجات مفيدة جدا فيه ان انا مش هفتح تاني يعني الفتحة اللي موجودة دي انا مش هتطر بعد ثلاث شورة زرعة داخل تاي ففيه بانش موجود الفتحة دي اللي موجودة اللي بيدخل من خلالها الزرعة انا مضطرة افتحها تاني بعد ثلاث شور لان اللاسة هتقفل عليها هو دلوقتي بيعمل تركيبة مؤقتة على الزرعة اللي حطها التركيبة المؤقتة دي اهو طربوش مؤقتت حط موجود هاجه اشيري الطربوش ده بس وهلاقي الأباطمنت الزهرة هركب عليها على طول او هاخد عليها مقاس على طول من غير ما نفتح فتح جراحي تاني ودي ميزة كبيرة انا مش عايزة اتوجع كل يوم واخد بنك وكمان مش عايزة افتح كل شوية فتح ونستنى الهيلينج بتاعه ونستنى الالتقام بتاعه طيب عايزين نسمع الشارع الاول الشارع سؤاله بيبقى بسيط ومواضح وسهل نسمع الله اتمنى لو في معنا الدكتور اسنان يقولنا على البرنامج اللي نقدر نتابع به اسناننا بحيث انه ما يقصرش على الوقت او ما يقصرش على المادة لكن نقدر نتابع باستمرار صحة اسناننا موسيقى هو هنا عنده الوقت والمادة الفلوس الفلوس اه عايز يعني هل فيه برو جرام بتقترحه او موجود لعناية بالاسنان بدون تأثير على وقته وفلوسه بص هو احنا دايما بننصح المريض اللي كمان يعني الهي كيرز اندكس يعني اللي عنده معدل تساوس عالي او مش محافظ على اسنانه او عنده اي مشكلة بردونتل انه هو يتابع طبيب الاسنان كل سنة مرة مثلا على الاقل انه يعمل تنظيف اسنان او يعمل تنظيف جير ويعمل تشيك اوب على اسنانه لانه لما يعمل تشيك اوب لو شاف اي كيرز او اي حاجة فبيقدر يلحقها بدري ولو لحقها بدري لو عندي تساوس بسيط في سطح السن فده مش هيدخل عصب او هيدخل للعصب وبعد كده نحتاج لكراون فبالتالي هيأثر على الفلوس وهيأثر على المادة زي ما هو طلب فهيعمل بروس كتير او اجراءات كتير اجراءات كتير لها تكاليف اكتر فهو بس المتابعة الدورية انصح بها كل سنة مثلا كل سنة هيعمل تشيك اوب على اسنانه هيعرف بدري المشكلة وممكن يحلها وبالتالي مش هتأثر على لو وقته عدد زيارات هتبقى اقل ولا على كمان الفلوس او المادة أبو العرف بيفتي في الأسنان وفي الزراعة يعني أكيد الفتي مشهور جدا تعلم نسمع أبو العرف يا بيشة بيقول لي وجع ساعة ولا كل ساعة أنا أخلع وازرع وجمل كله ورا بعضه واخلص خيره البر عجله انت رايح تتجاوز حبيبي خيره البر عجله ايه الحكاية بتاعتك ديه يتقلها اتقل على الرز يستوي في التقني السلامة عشان في العجل الندامة حبيبي لازم تتقل لحد ما العظم يلم بعد الخلع ويتعافى مش أقل من سنة وبعد ما تزرع والزرعة تطبع في البقق قد سنة كمان ابقى كمل تجميل مش كله على ودنه الأسنان بالذات حبيبي محتاجة صبر ده حتى بيضربوا بيها المسل في التقني يقولك ايه سنة سنة قال للدكتور قال الزرعة الفورية حلوة قلت له يمكن الدكتور عيادته بتقفل بدري فعاوز يعملك الفوري وينجزك إنما انت وراك ايه حبيبي خد وقتك براحتك وابقى تعالى تاني الدماغ دي ايه دماغ بتكلفة بصراحة هلتعاف انتوا بتجيبوا من فين إنما هو خد وقت كبير جدا في الزراعة يعني وصلنا لسنتين تقريبا في الزراعة ويخلع ويستنى سنة وبعد كده يزرع بعد السنة الأول فكرة الأول نية بتاعت ان هو يخلع ويستنى دي دي في ناس كتير متصدقة بيقولك استنى من العظم هو أنا دلوقت يا أصلا يا إما أعمل اميديت امبلنت يعني أزرع وقت الخلع ده أفضل وقت ممكن نزرع فيه عكس ما هو قال عكس ما هو قال ده أحسن وقت ممكن نزرع فيه لأنه هو بنفس الجرح بنفس الفتح بنفس كل حاجة منضطرش نفتح وكمان التقام العظم عليه بيكون أسرع وبصورة قوية غير كده أنا لو ما زرعتش في وقت الخلع أنا أقل حاجة مضطر استنى شعرين ونص لما المكان ده كله يملأ ببون وبعد لما يملأ ببون أرجع أعمل زراعة أسنان وبعد كده أركب عليها فأحسن وقت لي زراعة الأسنان هو وقت الخلع بعد كده لو هو خالع وما ركبش لا هو هيعمل زراعة أسنان وممكن يركب عليها أو حتى يعمل بعدها بثلاث شهر على الأكثر فالموضوع كله بياخد ثلاث شهر لما يعمل التركيبات النهائية لما أحسن وقت لزراعة الأسنان هو وقت الخلع حسب حالة العظم حسب حالة العظم حسب حالة العظم ممكن في ناس نعمل لها خلع وما نقدرش نحط فيها زراعة أسنان إذا كانت قريب مثلا المكان ده من الأناتوميكا الاستراكشار يعني قريب من العصب قريب من الجيب الأنفي وفي مكان خلع مش هقدر أحط فيه زراعة أسنان أو إنفكشن فيه إنفكتد سوكت أو إنفكشن مكان الجدر آه التهاب فيه بكتيريا أو أي حاجة مكان الجدر أو فيه أبسس أو صديد فيه مكان الخلع ساعتها ما أقدرش أعمل زراعة أسنان فإحنا مضطرين نستنى علشان هنعالج حاجة معينة أما إذا كانت المواضيع ماشية نورمل بصورة طبيعية أحسن وقت هو وقت الخلع نصحتك الأساسي للناس فيما يتعلق بفهمهم حول الزراعة الفورية المسج الأخير المسج الأخير في الزراعة الفورية إذا كنت حالة العظم كويسة نختار أنواع زراعات كويسة علشان لو عملنا زراعات فورية على زراعات ليها سير في استريتمت مش كويس أو زراعات مش موصوق فيها ممكن تؤدي إلى فشل الزراعة فإحنا نختار كويس هنعمل زراعة إيه؟ نختار كويس الدكتور اللي هيشتغل الزراعة علشان نقدر ناخد على الزراعات دي ضمان مثلاً أو ناخد على الزراعات دي شغل كواليتي محترم إن أنا أعمل بيه شغل بعد كده بعد الهيلنج أو بعد الوستو انتجريشن تقدر الزراعات دي يحصل إن الزراعات دي تلتأم بسرعة طبيعية أركب عليها التركيبات الكويسة المحترمة اللي هتعيش معي طول العمر لإن أنا مش هاعد كل شوي أعمل زراعات أسنان هي حاجة بتتعمل مرة واحدة وما تبدلش تاني فنختار الحاجة الكويسة من البداية وما نغيرهاش انت نورت وأبداعتك عدتك وأسلوبك الرائع الراخي بالتفصيل يعني أنا عجبني قوي إن أنت مهتم إن أنت تفاهم الناس تفاصيل التفاصيل صح؟ إن التفاصيل العلمية فيه منها أجزاء تهم طلب الطب الأسنان أو الجونيورز في الأسنان الناس تكتفت الأسنان الشباب لكن 95% من الكلام يهمكم إن أنت تعرفوا كل ما يتعلق بالزراع وخصوصا ترمي الزراع الفورية من يناسبوا الزراع الفورية يعني إيه زراع فورية أساسا؟ والأفضل في عالم الزراعة تزرع بعد الخلع مباشرة أو أسناء الخلع تخلع وتزرع في نفس الوقت ده من أفضل الأشياء عكس ما أبو العرف قال كلام مهم جدا يفيد الناس وخصوصا إنه مرضى السكر في الزياد فقد الأسنان في الزياد الإهمال في الأسنان في مصر في الزياد السوشيال ميديا وردتنا ده ده فيه هقوله إيه جيل كامل من الشباب في مناطق كتيرة خصوصا مناطق الشعبية ما فيه السنان سنان بايزة لازم ناخد بلا من السنان أرجوكم الشباب أنا بلاحظ شباب كتير عندهم مشاكل في سنانهم في سن صغير وده شيء ما كانش موجود في الأجلة اللي فاتت ده ده يدولي على إنه أكيد فيه حاجة غلط مش بس حالات مرضية حالات مرضية تغذية أكيد بيئة فيها مشاكل صحية لازم ناخد بنا ضيف العزيز الاسم المتميز للغاية دكتور محمد سمح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وصعب ماجستير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة المؤسس لمراكز رايديند لزراعة وتجميل الأسنان ووضو جماعة العلمية لزراعة الأسنان بالوقت الاتحاد الأمريكية نورت وشرفت الدكتور شكرا خليكو دايما مع الدكتور أهلا بيكون واحدة من أرقى وأهم حلقتنا على الإطلاق مع واحد من قمم عالم جراحات العيون لكن خلينا أقول لكم إنه الموضوع النهاردة شديد الأهمية شديد الانتشار جفاف العين جفاف العين ناهيك على ارتباطه الوثيق بالممارسات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا احنا بنتكلم على الموضوع شديد الانتشار لإنه حياتنا كلها بقت كلها مسببات لجفاف العين كلنا بنقعد قدام الموبايلات أو الآيباد أو الكمبيوتر لسعنواات طويلة مش هقول لك لساعات عمرنا كلهم قضيينوا مع الموبايل والحاجات دي وده من أسباب جفاف العين الجيل الجديد بالذات ما عرفش عنده كتير منهم بلاحظوا إنه ما بيشربش مياه بشكل كافي كمان الإضافة لكده إنه إهمال أو سوء استخدام العدسات اللصقة العدسات اللصقة واحد من أهم الأسباب الخاصة وشيء مترادف لجفاف العين التعامل مع العدسات اللصقة هذا الكائن المخيف العدسات اللصقة دائما نقول عليها كائن مخيف إن لم يخيفك الآن فهو سيخيفك بالتأكيد في وقت من الأوقات وساعات بيبقى المسألة مش خوف عادي لا ده مخيف خوف مزعج للغاية بمشكلة كبيرة يعني النظرات الشمس الغلط والأخيري كل دي من العوامل المهمة بل إن فيها بحاس جديدة تربط جفاف العين مثلا تأسرها على الصحة الجسدية والعقلية يعني فيه دراسة قالت إن المرضى اللي بيعانوا من أعراض جفاف العين ممكن جدا يكون حياتهم أقل جودة من غيرهم في الناحية الجسدية وبالتالي كمان الاكتئاب والأخيري بيكون مساثر عليهم الحاجة الغريبة جدا إنه الحياة المرتبطة بالرؤية بتتأثر بشكل كبير جدا طبعا الصداع النصفي فيه دراسة كمان غريبة وجميلة جدا ربطت الصداع النصفي بجفاف العين الله ده الموضوع مهم جدا الموضوع أكبر مما تتخيلون من ناحية الأهمية لكن تبقى العدسات اللصقة زي ماقوله نجمس شاشة في إحداث جفاف العين مش بس في إحداث جفاف العين عدسات اللصقة يا جماعة قمبلة موقوتة هو وحش أنت مربي معاك هيعودك إمتى أو يكلك ممكن الوحش الوحش لأنه هو مش هيسكت في يوم الأيام هيعمل لك مشكلة ضخمة لإنغاية إمتى وإزاي وفين ده اللي هنفهمه ناردة بالتفصيل مع ضيف العزيز الحقيقة اسم بنفتخر في وجوده معانا في الدكتور وفي الناس الحلوة بلا شك قدب الكثير جدا من الثقافة الطبية وطور فهم الناس لعالم صعب جدا عالم أمراض العيون بنفتخر بأداؤه العلمي الفزي جدا في البحث العلمي والتقدمية الجبارة اللي بنشوفها يوميا في مشاركاته العلمية الحزيزة سواء في المؤتمرات داخل مصر وخارج مصر اسم علمي عالمي كبير طبعا في عالم العيون هو ميكستار الأنتيرو تشيمبر بلا شك واحد من أهم نجوم عالم جراحات العيون اللي ضيف العزيز الأساس الدكتور أحمد عصاف تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إي حق إنه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي أوبشن؟ ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي ما ينسبهاش الليزك الناس لسه معداش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضه بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضه في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية ضيف العزيزة القمالة المالية المتميزة الأستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون الأستاذ بكل الطب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو الجامعية الأمريكية للطب وجراحة العيون والجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو جامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار صاحب 23 بحث منشور دوليا و 35 و 36 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي لجامعية الأوروبية والأمريكية على مدار السنوات الماضية أهلك بيك دكتور أهلا وسهلا ونورني سعيد جدا بهذه الزيارة وجودك وسعيد باختيارك لماذا اخترت جفاف العيون ما هو جفاف العيون ولماذا اخترت هذا الموضوع جفاف العيون مشكلة كبيرة جدا وأعتقد أن هي مش واحدة حقها خالص تقريبا في أبحاث دلوقتي ظهرت وإحصائيات بتقول أن الجفاف العيون على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 40 مليون شخص بيعاني من جفاف العيون اللي هو بيرصدوه في العيادات في ناس عندهم جفاف العيون ماشيين في الشارع مش عارفين أن هم عندهم هذا النوع من أنواع المرض العصر يعني خلينا نقول ويقدر في على مستوى العالم أن هو يكون أكتر من 200 ل300 مليون بني آدم عنده نسبة متوسطة إلى شديدة من جفاف العيون أنا رأي أنا الشخصي يعني على خبرتي بنشوفه في العيادة لا جفاف العيون أنا تقريبا بشوفه حوالي 90% أو 70% من 70% لـ 90% من المترددين على العيادة وأعتقد الزملاء هيشاركوني في نفس النسبة دي تقريبا 70% لـ 90% من المصريين هنا هوت بيعانوا من جفاف العيون فطبعا ده حاجة منتشرة جدا مش واخدة حقها وكمان زي ما حقا قلت في المقدمة هي بتؤثر على لايف ستايل أو الأسلوب المعيشي بتاع الشخص فيه برضو بحث لطيف جدا قال أن المرضى اللي عندهم جفاف العيون عندهم الأسلوب المعيشي بتاعهم لا يختلف كثيرا عن مرضى الكلة اللي هما بيغسله يعني تخيل حضرتك المريض الكلة اللي بيروح يغسل مرتين أو تلاتة في الأسبوع أكيد اسلوب حياته مش لطيف قوي زي الشخص الطبيعي بالمقارنة جفاف العين مريض اللي عنده جفاف العين أداءه في العمل بيتأثر حياته اليومية بتتأثر نفسيته العمل بتتأثر الأسلوب المعيشي عمتا بيتأثر إلى حد كبير شبه مرضى الكلة إيه هو جفاف العين؟ جفاف العين كان زمان يقال إنه هو نقص في طبقة الدموع على سطح العين وقاله إنه نحن نستخدم عطلات مرتبة عشان نعوض هذا النقص وخلاص التعريف الجديد لجفاف العين هو لا ده هي التهابات مزمنة نتيجة اختلال في الغدد الزيتية دي الغدد موجودة في حرف الجفن بتفرز مادة زيتية في الأوقات ما هو فيها جفاف العين بتفرز مادة مش زيتية بتبقى عاملة زي معجون الأسنين اللي هنا أبيض كده هو زي الصديد هي مش صديد بس ببقى مادة دهنية مش مادة زيتية شفافة وما بتقديش الوظيفة بتاعتها إن هي تحافظ على طبقة الدموع وتمنعها من التبخر أو تقلل طبقة الدموع من التبخر الخلايا الدهنية دي اسمها ميبوميانجلاند أو الخلايا الدهنية الموجودة أو الزيتية الموجودة على حرف الجفن هي أكثر الخلايا اللي بتتأثر في وقت الجفاف العين وهي دي المسؤولة بنسبة 70% عن حالات جفاف العين جفاف العين دلوقتي ما بقاش مجرد نقص في طبقة الدموع لا ده هو التهابات مزمنة على سطح العين والقرانية والملتحمة المفروض سطح العين يكون أملس شفاف بهذا الشكل لكن في أوراية أو أقاية اللي بيبقى فيها جفاف العين بيبقى سطح العين نفسه ما بيبقاش أملس وشفاف بهذا الشكل بيكون في طبقة الدموع قليلة نتيجة التهابات مزمنة على السطح العين التهابات المزمنة دي بتبقى سخيفة جدا المريض بيشتكي من حمرار وحرقان وساعات زيادة في إفراز الدموع إلى بعض العين شوف حقيقة طبقة الدهنية الموجودة على السطح العين بتؤدي كمان إلى تباين في مستوى رؤي على مدار اليوم يعني ممكن أن أقول لك أنا أوقات ببقى شايف كويس وأوقات كتير ببقى شايف وحش مزغلل ونقول له ما عندكش حاجة ونظرك كويس والستة على الستة ومش محتاجنا الضارة ما فيش ماء بيضا ما فيش مشكلة بس فيه أوقات كتير شايف حقيقة طبقة الدهنية عاملة إزاي دي بتعمل شبورة على عين الشخص ببقى شايف كويس بسبب أن الطبقة الدهنية مش منتشرة بصورة متساوية على سطح القرانية والمريض بيشتكي من تباين أو اختلاف في مستوى رؤي على مدار اليوم دي مادة الدهنية اللي بتطلع المفروض تبقى شفافة تبقى عاملة زي الزيت لكن هنا طلع على شكل معجون أسنان لونها أبيض تخينة سميكة ما بتقديش دورها أن هي تحافظة على طبقة الدموع على سطح العين وبالتالي داني يبقى نتيجة التهابات مزمنة في الغدد الدهنية الموجودة على الجفن والجفن كمان بيبقى فيه أوعية دموية غير طبعية موجودة وتلاقي الجفن دايما محمر باستمرار والمريض بيشتكي لعنيه حمره وجفن محمره بيحرقه مش شايف كويس وزيادة في فرز الدموع في بعض الأوقات مش دايما على طول فطبعا ما بقاش مجرد نقص في الدموع بقى مجرد مش عبارة عن التهابات مزمنة معاها نقص في الدموع معاها اختلال في وظائف الخلايا الدهنية في الجفن وكمان ألام نتيجة تدمير فعلا تدمير لسطح القرنية والملتحمة وتدمير للخلايا العصبية الطرفية الموجودة في القرنية فالمريض بيشتكي كمان من واجع في العين بيقولك أنحاس بواجع حرقان مزعج جدا سخيف جدا مش ميخليه حتى يقدي عمله بصورة مناسبة السؤال دايما يعني إذن هي متلازمة هي متلازمة وده سؤال مهم جدا متلازمة ومؤزمنة يعني هتوعب معانا فترة طويلة الأسباب أسباب لحاجة ذكرت في المقدمة أشهر الأسباب لجفافة في العين هو تبخر الدموع من على سطح العين تبخر الدموع بيجي نتيجة اختلال في الخلايا الدهنية نتيجة التعبات مزمنة في على سطح العين والجف طب التبخر ده بيجي كمان ليه؟ بيجي مع التعرض للتكيف بيجي مع الصهر فترات طويلة بيجي مع قاعدة قدام الموبايل أو الكمبيوتر فترات طويلة بيجي مع التلوث بيجي مع الأدوية اللي بنستخدمها أدوية حساسية على سبيل المثال الأنتي هيستامينيكس بتعمل جفاف العين أدوية السكر في ساعاته وأدوية الضغط كمان بتعمل جفاف العين في حاجات ما نقدرش نوقف ما نقدرش نوقف مريض من أدوية الضغط علشان أعالي جفاف العين للأسف مش هيحصل الكلام ده إن هو يبقى خطر على حياته في حاجات الليزك عمليات إصلاح الإبصار بتؤدي إلى جفاف العين وكمان العدسات اللصقة تؤدي إلى جفاف العين تقريبا لو بصينا حوالينا هنلاقي حاجات كتير كلها بالزبط عشان كده 90% ما هو 90% معناها تصرفات الشعب العالمية وزادت كمان في الفترة اللي فاتت بسبب موضوع كورونا إنه ما بقاش فيه خروج كتير فإحنا عاديين في البيت بنعمل إيه بنتفرج على مش ما بقاش فيه تلفزيون بالمناسبة معظمه بيحب يتفرج على ديشتال سكرين سواء موبايل أو آيباد أو كمبيوتر بيختار القناة اللي هو عايز يتفرج عليها عن طريق اليوتيوب أو أي مشابه من المنصات ويتفرج على البرنامج اللي هو عاوزه طبعا ده بيخلي سرعة تتبخر الدموء أسرع وهو ما عندوش اكتيفتيز تانية ما فيش نشاط تاني يقدر يعمله وما بينامشي بقدري فيعطوه النهار يتفرج على الموبايل والكمبيوتر بيزاعد على انتشار جفاف العين إذا كان هذا الأمر بهذا الانتشار وهذا القلق لماذا لم يسكر من قبل؟ ليه جفاف العين أصبح هو زي بيقوله موضوع الساعة في البحث العلمي كل مؤتمراتكم تتكلموا عنه نحن ما كناش فاهمينه قوي كنا متوقعينه قوي كنا مستهنين بموضوع جفاف العين ما كناش فاهمين جفاف العين ولا يعني شوية الدموع نقص شوية على سطح العين خد قطر الترتيب وخلاص لكن فاهمنا انه هو ده التهابات مزمنة على سطح العين دي رقم واحد فبقينا فاهمين اكتر جفاف العين رغم انه هو مش مفهوم بنسبة 100% حتى هذه اللحظة الحاجة التانية ان الحياة المدنية اللي احنا عايشين فيها والحياة الحديث اللي احنا عايشين فيها من موضوع ديشتال سكرين زي الموبايل والكمبيوتر والايباد واستخدام او الافراط في استخدام هذه الوسائل بيساعد على جفاف العين وانتشار عمليات اصلاح الابصار بيساعد على جفاف العين وانتشار عادثات اللسقة سواء الشفافة او ملونة بيساعد على جفاف العين كمان وسائل رفاهية زي التكيف ده بيساعد على جفاف العين واحنا كمان لايف ستايل بتاعنا او نمط المعيشي بتاعنا اتغير بنا بنصر كتير كنا زمان على سبيل المسال اعتذكر وانا طفل صغير كان التلفزيون بيقفل الساعة 12 احنا بكنا بنام الساعة 9 هاتلي حضرتك طفل دلوقتي في جمهورية مصر العربية بنام الساعة 9 حتى لو في الاجازة انا كنت اخر طفل بنام في الحياة بس وكنت بنام الساعة 12 ماشي ده يعني ده كده 12 ده كده يعني المعادي اه معادي انا باعد اتفرج على الدكتور مصرفة محمود كان اخر برنامج بيجي يوم الثلاث ويبعاديه على طول السلام الجمهوري اتمنى اتمنى ان نلاقي حد ده مساعة 12 طفل انا نشوف كمان جفاف العين والله بنشوف جفاف العين في اطفال صغيرين مش في ناس كبار بس في اطفال صغيرين ليه بسبب الموبايل والايباد والكمبيوتر في عمر محدد لا مفيش مفيش بقنا نشوفها يعني احنا كنا دائما بنشوف جفاف العين تلاتينات اربعينات خمسينات بقنا نشوف جفاف العين في 16 سنة و18 سنة و10 سنين المريض لما بيجي ايه الوسائل التشخصية كان زمان بنعتمد على الفحص الكلينيكي لكن دلوقتي عندنا وسائل تشخصية مساعدة وتقنية عالية بحيث ان احنا نقيس طبقة الدموع كنا بنقول هي فيه الدموع شكلها ناقص لا شكلها قليل شكلها زيت شوية صغيرين دلوقتي احنا بنقيس سمك طبقة الدموع على سطح العين وبالمناسبة طبقة الدموع دي مش مجرد مية لا ده هي مية 90% ومادة بروتينية بنسميها مخاط وكمان عليها طبقة زيت من على السطح التلات طبقات دول بقينا نعرف كمان نفرق ما بينهم بالوسائل المساعدة الموجودة وسائل حديثة نقدر نحدد كمية الجفاف العين نقدر نقيس دلوقتي الجفاف العين قد ايه نقدر نيعرف المشكلة جاية منين اساسا جاية من الطبقة المخاطية ولا جاية من الطبقة الزيتية هي اشهر الاسباب بيبقى نتيجة نقص في الطبقة الزيتية او اختلال في الطبقة الزيتية زي ما قلت قبل كده نتيجة اختلال في وظائف الخلايا الدهنية العينين لما بيجوا كتير منهم بياخد ما يسمى باطرات مرتبة الاطرات المرتبة دي لابد فيها من برسكريفشن طبي ولا ممكن واحد ياخدها أوتوسين لا ممكن دي الحاجات اللي ممكن المريض يستخدمها بدون وصفة طبية ممكن ياخد أي اطرات مرتبة الصيدالي ممكن يقول ان عايز قطر الترتيب هيدي له قطر الترتيب ممكن يستخدمها بدون حد اقصى من المرات وممكن القطرة ما تخلص يقدر يستخدمها تاني قطرات الترتيب بنستخدمها في علاج اول مراحل من جفاف العين وهي بتنقسم الى نوعين فيه نوع فيه مواد حفظة وظهر بعد كده هوت انواع تانية ما فيهاش مواد حفظة لان بعض المرضى بيبقى عندهم حساسية من المادة الحفظة اللي مودة فيه الاطرات فممكن نستخدم اطرات فيها مادة حفظة لانها يعنينا مش مستراحة لها قوي ممكن يرجع المريض تاني يطلب من السيدالي اطرات ترتيب ما فيهاش مواد حفظة وبتيجي على صورة امبولات صغيرة بلاستيك بيفتح الامبولة يحط الاطرات وما فيهاش مواد حفظة فهو بيرمي الامبول بعد كده تويستخدم امبول تاني بعد شوية وزي ما قلت قبل كده بدون حد اقصى من المرات كل ما يحس في حرقان او شكشكة او احساس بجسم غريب في العين اللي هي عارض جفاف العين او تفاوت في الرؤية ممكن يحط من الاطرات دي زي ما هو عايز فيه ناس بتستخدم اطرات مرتبة لكن ما بتتحسنش اه ده هي مشكلة بقى هنا هوت ان الاطرات الترتيب دي اول مرحلة احنا كنا زمان فاهمين ان علاج جفاف العين هو اطرات الترتيب نقطعه السطر لا احنا فهنا ان جفاف العين دلوقتي التهابات مزمنة على سطح العين فبقائيا ان نستخدم اطرات الترتيب زائد كمان اطرات تانية مضادة للالتهاب قد تشمل ساعات الكورتيزون لازم يكون تحت اشرب طبيب نستخدم اطرات مضادة للاتهاب سواء كورتيزون او مفهاش كورتيزون على مدى طويل فترة طويلة مع اطرات الترتيب زائد بعد كده عندنا وسائل أخرى مساعدة لأنه ما بيقاش الموضوع متوقف على العلاج الدوائي أو الأطراط بس لأ با عندنا وسائل مساعدة دلوقتي تساعدنا أن احنا نقلل احنا مش هنلغي جفاف العين بالنسبة 100% لكن نقلل أعراض جفاف العين ونحسن المستوى المعيشي بتاع مريض جفاف العين إيه الوسائل مساعدة الأخرى؟ حاجات كتير ممكن نستخدم حاجات زي السدادات للقناة الدماء نحافظ على طبقة الدموع على سطح العين بنستخدم دلوقتي جلسات تنظيف للجفون بحيث نحن نسلك القنوات بتاعة الخلايا الدهنية الموجودة في الجفن عشان تفرز الإفراز بتاعها بصورة سليمة على سطح العين وتحافظ على طبقة الدموع منتشرة الأطول فترة ممكنة على سطح العين ما عندنا كمان حاجة اسمها جلسات نبضات ضوئية بقينا نستخدمها كمان عشان نحفز الخلايا دي تتحسن من الإفراز بتاعها ونقتل لو كان فيه ميكروبات كمان ممكن نقتل دي جلسات نبضات ضوئية بقي تتعمل في العيادات ما بتخشش يعني مش محتاجة ان احنا نعملها في مستشفى أو حاجة زي كده هو دي عبارة عن ضوء مش ليزر الضوء بيتاخد بموجات معينة مختارة بحيث الموجات دي بتمتص عن طريق الهيموجلمين اللي في الدم وده بيسخن الجلد في لحظة معينة عشان يقتل أولاً فيه ميكروبات وفي نفس الوقت بيحسن إفراز الدموع وبيحسن كمان الخلايا صحة الخلايا نفسيها بتبقى أحسن بعد هذه الجلسات وده إجراء بسيط بياخد له المدثواني بس في العيادات وبيتعمل على طول المريض بعد كده بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي عشان كنا فيه مرضى كتير أو بيسألونا أقدر سوق العربية بعد الجلسات دي لا بيسوق العربية ما فيش قطر التوسيع لحاجة خالص احنا بنحط جيل بس لفترة معينة قبل الجلسات وبنشير الجيل بعد كده هوت وبيمارس حياته بشكل طبيعي خالص ويرجع لسوق تاني احنا ممكن نعمل الجلسات دي تلات مرات أربع مرات ده البروتوكول المعتمد دولياً ممكن تتعاد على حسب رابط المريض زي ما احنا عايزين هل ممكن نعمل جمع بابين أكثر من وسيلة للعلاج؟ آه طبعاً طبعاً فيه بروتوكول دلوقتي ممكن احنا نستخدم بروتوكول لعلاج جفاف العين فيه ناس عندهم درجة عنيفة جداً من جفاف العين ما ينفعش معاها للأطرة الوحديها ولا وسيلة واحدة من الوسائل المساعدة بسعب نستخدم كل الوسائل علشان نحسن درجة الجفاف عند المريض ممكن نستخدم الجلسات تنظيف الجفون زي ما ذكرت قبل كده هوت ممكن نستخدم معها جلسات النبضات الدوائية وممكن كمان ناخد جلسات أو اللي هي السددات القناة دمعية دي جلسات تنظيف الجفون برضو ده إجراء بسيط بتعمل في العين ده الهدف منه باختصار شديد أن الخلايا الدهنية الموجودة في حرف الجف ما بتفرش الإفراص بتاعها بسبب أن هي مسدودة بخلايا ميتة فإحنا بننظف زي قشور بالزبط بننظفها دي حاجة صعبة ننظفها في بيتنا حتى لو استخدمت الشامبو بيبي جونسون حتى لو استخدمت قط نوعات تمزح جفونك بالشامبو مش هتعرف تنظف الخلايا دي نحنا بنستخدمها فرشة مخصوصة عشان ننظف فتحات الخلايا دي فبالتالي مجرد من ننظف فتحات الخلايا دي الإفراص يرجع بصورة طبيعية تاني يحافظ على طبقة الدموع أطول فترة ممكنة دي سددات الخلايا الدمعية برضو ناس كتير بتتخافي يقولك أنا هركب سدداتها شكلها عامل إزاي ما بتبانش خالص ودي هنا هوت الجلسات النبضات الدوائية ممكن نستخدم الثلاث حاجات دول بالمناسبة في مريض واحد يعني المريض ما يستعجبش إنه هو درجة الجفافة عنده ممكن تختلف من شخص للتاني فسعب نستخدم وسيلة واحدة سعب نستخدم وسيلتين سعب نستخدم ثلاثة بالإضافة إلى العلاج الدوائي في صورة الأطارات هل في عوامل تانية مساعدة للألاج؟ ولا إحنا قلنا كده كل العوامل؟ تقريبا قلنا معظم الحاجات لكن ابعد عن الحاجات اللي بيعملها ده بسؤال مهم جدا إن إحنا دايما بقول المريض إن جفاف العين في جزء عليها وفي جزء عليك فيه هومورك فيه واجب المريض لازم يعمله إحنا قلنا أسباب جفاف العين أكتر حاجة هو سرعة تبخر الدموع من على سطح العين اللي هي مع الكمبيوتر مع الصهر مع عائلة النوم مع التكييف فبالتالي فيه جزء على المريض إن هو يعمله يحسن بقى شوية من أداءه شوية معنى إن هو مش لازم يوضع الكمبيوتر خمس ستة سبع ساعات متواصل لو شغله يوحطم عليه إن هو يوضع الكمبيوتر ثمان ساعات أو عشر ساعات زي ما بنشوف في الزملاء في البنوك أو ما شابه ممكن كل ساعة يقوم من مكانه ويعمل أي حاجة ويرجع تاني يستخدم أطرات المرطبة سواء حس بشك وفعنيه أو من غير ما يحس بحاجة مجرد ما يحط الأطرة 3-4 مرات في اليوم هو إلى حد ما بيحافظ على طبقة الدموع السليمة على سطح العين يقلل من الصهر مفيش داعي بعد ما يخلص شغله يقعد يمسك الموبايل عشان يلعب شوية على الفيسبوك أو الواتس آب لا مفيش داعي نريح حنينة ممكن يمسك كده بأهوى من ما يمسك الموبايل أو الكمبيوتر ينام بدري يهتمد بالنظافة الشخصية في نظافة الوش والبفون ده مهم جدا يشرب مياه كتير بالنسبة لعدسات اللصقة هذا البعضة يعني طبعنا نتعامل معها زي احنا اتكرمنا كتير في الموضوع ده وقلنا أرجوكو يا جماعة لعدسات اللصقة مش بديل للنظارة لعدسات اللصقة دي اعتبروها زي الميكوب يعني انت خارج في مناسبة في فرح في عيد ميلاد البس لعدسات اللصقة عايز تنزل الشارع تروح الشغل البس لعدسات اللصقة لكن مش لازم أعتمد على لعدسات اللصقة بنسبة 100% وأركن النظارة أورميها خالص لا هي النظارة هي الأساس والعدسة اللصقة دي مساعد أو مكمل للنظارة مش بديل للنظارة مش بديل للنظارة يعني الحاجات الأساسية في التعامل مع العدسات اللصقة مهم جدا أن هي تتقلع تتقلع كل يوم لو المريض بيستخدمها كل يوم وأنا مفضلش كده تتقلع كل يوم لازم تلحط في المحلول والمحلول بيتغير برضو كل يوم عشان محلول التعقيم يحافظ على نقاء ونظافة العدسة وينظف العدسة من البروتينات أو ترسبات الموجودة على العدسة ولازم المريض لما يحس بأي شكوى فانيه مع العدسات الأسقى مفيش داعي أنه يعاند ويكمل اليوم بالعدسات الأسقى يقلع العدسات الأسقى ويلبس النظارة ويكمل اليوم بتاعه بالنظارة ويتوجه لآرب دكتور عيون يشوف يتأكد أنه مفيش مشكلة فانيه ألفنا كان طبعا بما أنه فيه فاتي كتير جدا في عالم العيون وفي عالم الجفاف تحديدا يعني أكتر فاتي في الدنيا فإحنا ابتكرنا الشخصية قلنا هي اللي تعرض لنا كنا بنقعد ناشتم في الفتيين ونقعد نتكلم عنهم بشكل سلبي رحنا مقلفين شخصية اسمها أبو العريف سمتها أنا أبو العريف وبدأنا نكتب السكريبتات لأشهر أساليب الفاتي الفاتي المصري فاتي زكي يقول الكذبة في وسط جملتين صدقة يعني يقول جملة الأول صادقة يعني عبر بيها وبعدين يقول بعد كده تخريفة جمدة جدا فتعالا بقى سمعك الشخصية اللي احنا ابتكرناها وترد عليها شخصية أبو العريف فليتفضل يا بيشة مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيتك جفاف العين أخر ومعروف يا أطرة يا مرهم الأطرة مش جايبة نتيجة غير للمرهم المرهم مش جايب نتيجة غير النوع بدل ما بين كذا نوع للأطرة وكذا نوع للمرهم مش معقولة بعد الجولة الطويلة بين الأنواع تبقى لسه محتاج جلسات ودكتور عيون ليه يعني؟ ده زمان كان العي يجيله جفاف في كل جسمه كان حله كيس صغير محلول معالجة الجفاف ده للجسم كله حنيجي على جفاف العين ونكبر الموضوع I can't believe myself لا ده مخافية اه لا طبعا I can't believe myself طبعا في تعبيراته هو عنده فكرة أطرة دي ده يعني كلمة مطلقة لا هو ده اللي بيحصل فعلا المريض بيجينا على فكرة بكيس أطرات يا مريض جفاف العين بيجينا بكيس أطرات يقول لك اتفضل أنا ماشي على الأطرات دي كلها وبدلت كل الأطرات بيهو ماشي صدلية متحركة ماشي على الأطرات فهو الفهم واقف على الأطرة لا أعلى الجفاف العين مش أطرة وطبعا لو رجعنا من عشر سنين فاتت هنقول إنه هو كان ممكن أطرة تحل المشكلة لأن ما فيش الوسائل اللي بتؤدي إلى جفاف العين اللي موجودة حاليا اللي احنا ذكرناها اللي هي التكييف والصهر وقلة النوم والموبايل وديشتال سكرينز اللي عميني نتكلم عليها دي فطبعا زمان أنا فاكر يعني أنا جدي ووالدي وهم تسعى الأخبار عشر أحداشر اتناشر يعني بكتير وخلاص منهم ندي فرصة علينا تستريح إحنا الكلام ده دلوقتي قاعدين 24 ساعة صهرانين فالحياة المدنية بتاقي الليزك هو حد كان بيعمل اسم عن الليزك من 30-40 سنة فاتت ما كانش الكلام ده موجود دلوقتي الليزك والليزر السطحي وزارة عدسات الحاجات دي كلها والعادسات اللصخة تعمل جفاف فالموضوع لازم يتطور مش هيتوقف بقى عند الأطرة اللي احنا كنا بنستخدمها زمان لا في حاجات تانية فما علش يعني ما احترامي لأبو العريف يعني لا عايزين وسائل مساعدة تانية علشان الناس تستريح في حياتنا اللافت للنظر كمان هو تعبيره عن كلمة أطرة هو بيقول أي أطرة أي أطرة آه هو بالنسبة له الأطرات كلها عادي عادي ده كنسبت عن دكتير لا ده فعلا ده كويس حيك ذكرت النقطة دي إن في بعض العينين بيجون بأطرات مضادات حيوي ماشي عليه بقى له ثلاث سنين أطرة أنتيبيوتك مضادات حيوي أقول له بتتستخدمها ليه أقولك أطرة الدكتور كتبها لي كتبها لك ثلاث مرات في اليوم من مدة أسبوع مش مش لأبد يعني أصيب تريحني هي بتريحك عشان هي أطرة هي سائل مش عشان هي مضادات حيوي يجي بعد شوية يكون حساسية من المادة الفعالة اللي في الأطرة وتلاقي يعنيه بعد كده هو تبقى ورمت وحمرت بسبب إن هو ماشي على الأطرة بقى له سنين طويلة مالهاش سبب مالهاش أي سبب أو مبرر إن هو يستخدم دايما أقول إن التعامل مع الأطرة أشبه بالتعامل مع قنبلة إن التعامل المصريين مع الأطرة كأنها بتتعامل بيلعبوا بالأطرة كأنه بيلعبوا بقنبلة هي المسألة إنه ممكن الأطرة أطرة 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 أط أطرات المضادات الحيوية لازم أصفت البي لازم أصفت البي أنت نورت وشرفت وأبدعتك العادل الله يخليك وأشكركم وأشكر سادة المشاهدين وأشكر برنامج طبعا أنا اللي أشكرك أن أنت لبيت الدعوة اللي دايما بنفتخر بقبولك لها وأمودك معنا ألف شكر ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأساس الدكتور أحمد عساف أساس طب وجراحات العيون بكلية طب جامعة إنشام زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو جمعية الأمريكية لتبهوا جراحات العيون وعضو جمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء وجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار واحد من ميجاستارزة عالم العيون وطبعا أكيد ميجاستارزة عالم الأنتيرو تشيمبر كان فيه الدكتور خليكوا دايما مخانا مع دكتور أهلا بيكم القصة اللي هحكالكو دي قبل ما نتكلم وندخل في حوارنا المهمتها قصة مشيرة جدا قصة لوحدة اسمها إريكا لوجو إريكا لوجو دي هي كان عداس منه مفرطة أو كان عداس منه أريكا لوجو ما يقستش من أنها تستسلم لهذه السمنة سمنة بكل مشكلتها مش كويش شكلها مش عامور مش اتراكتف تبقى أكبر من سنها الكلام ده في السمنة أي واحد عندها السمنة وأي واحد عنده سمنة السمنة تعطي عجز تعطي سن أكبر من سنك لم تستسلم أريكا لوجو ولكن تحولت عملت جراحة سمنة وبعدين كملت كمان في الجيم وبعد ما كملت بقى في الجيم بقيت مدربة لياقة بدنية شوف بس تحولت من مريض السمنة تعاني إلى مدربة لياقة بدنية وبتقول أن رحلتها الحققية لم ترتكز على المعدة أو الرغبة في التناول مزيد من ضعامة بل يكمن السر نجاح الحقيقي في أنها نقطة ترتكزة كان على العقل ودي نقطة مهمة في جراحة السمنة لازم تفكر أنت عقلك هعمل إيه؟ قبل العملية وبعد العملية العقل مهم جدا القدرة العقلية على استعاب النوعية دي من الجراحات دي نقطة لها قيمة كبيرة جدا 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 دا يمكن هيكون جزء من بداية حوارنا مع ضيف العزيز الاسم المتميز للغاية في عالم جراحات السمنة الذي يبدع دائما الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب جامعة عن شمس ومدير وحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على الأعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاسرسي أهلا بك أهلا وسهلا عايزة بدأ الأول قبل ما ندخل فيه مع معة الحوار أنت بتدرس أو بتفهم وبتشوف قدرة العقلية لمريضك على أنه فاهم يعني إيه جراح سمنة هيعرف تتعامل معها مش أصلي نوع يعني ما ممكن يكون ذاكي جدا ورجل بيشتغل في مركز كواس جدا لكن ممكن هو نفسه مش مركز في الجراحة مش فاهمها طبعا تحياتي لحضرتك في البداية وكل فرق العمل وكل سيد المشاهدين الحياة طبعا طبعا لازم طبعا ناخد تاريخ مرضي كويس جدا ونفهم كل حتى الجانب الاجتماعي لكل المرضى نوصاب بالسمنة المفرطة حتى الوظيفة لازم نعرفها حقيقة ثقافة بالجراحات السمنة عند معظم الناس زارت وفاهمين يعني طريقة العملية وازاي ان هم هيبقى عليهم دور ما بعد اجراء العملية لكن برضو طبعا منشتغل في كل الفئات وكل المنتالتز في مختلف الاعمار الحالات الاجتماعية ومختلف الوظائف ومختلف يعني طبعا في احيانا ناس ما بنشوفهمش بعد العملية ويرجع بعد 4-5 سنين جايب حد صديق لي او اخ لي او ام يعني حد وييجي عشان يعمل له العملية وبتفاجئ انه ما جايش ولا متابعة بعد العملية الحقيقة احنا طبعا احنا عقاعدة جراحية عقاعدة جراحية طبعا انه انطلب المريض انه بيتصل شي يبقى الوم المشي تمام صحيح لكن احنا في جراحات سمنة الحقيقة احنا بنعمل عكس كده العين لو بتكلمش احنا مكلمه يعني تعال انت فين فطبعا احنا لا ندعو ان المرضى او يعني احنا مش عايز نسمي الناس مرضى لكن الناس اللي هي اجرت جراحات سمنة خليك على احتكاك وتواصل مع تيم الجراحة اللي عمل العملية اللي انطبعا بتلاقي فيه دعم طول الوقت ومنقشات مفيدة تفيدة لكن اللي انا عايز اوصله ان بعض الناس اللي فهم حياتها هي مش محتاجة اي صبور هي بتعمل ده وبتسافر بتعمل ده وبتنشغل في حياتها الطبيعية وتليه راجع بعد فعلا سنين جاي ناجح ومبسوط وجاي بحد يعمل معي العملية وفيه ناس تانية يعني 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 بيقول كلمة يعني محزنة للغاية انت بتفهم فيها ان ما فيش امل فعلا انه بقول انا هل انا بعمل عملية عشان اعمل نظام دا احنا مش بنعمل نظام دايت انا بس عايز اراجعك لحياتك الطبيعية لايف ستايل لايف ستايل راجعك لحياتك الطبيعية استخدم الاكل المتوازن الاكل الموصوف في البيت الطبيعي يعني عدم اسراف في السكريات مش ما عانا انت عامل عملية تكميم فانت عندك كمبيوتر هيمنع امتصاص السكريات ابدا ده انت سيء ان انت بتاكل كل كل السكريات وكل الحاجات المتاكلة بتنزل زي ما هي انا عايز ان نعادل نفسنا يعني معنى ان انت عملت عملية تكميم بتزودت الشابة عندك قللت الجوع عندك معنى كده ان انت تقلل تضحك على نفسك وتزود كمية الكالوريز اللي هي اكلت طول اليوم شكولاتات وسكريات وحاجات في ناس كده في ناس شكولاتات في شنطيتها في عربتها دائما اقول ان المرضى دول بينصبوا على الجسم صح بينصبوا على العملية صحيح فطبعا احنا ما بنعملش ده يعني طبعا انت تعمل طبعا دراسة للنفسية انت فعلا بتحس ان ان فيش امل للمستقبل فما تعملش عملية وبعض الحالات طبعا المصابة بأمراض نفسية احنا بنعرضهم على دكتور النفسية عندنا بحيث ان هو يستبعد المشاكل النفسية المتعلقة بالاكل ما فيه عشرين الف نوع من مشاكل الاكل الناس اللي هم اللي هو اكله طول اليوم ما بيأكلش وواجب عنده يستهلك اكتر من من عشرين ثلاثين في المية من اكله بس في واجبة الليل ما ده يعني في واحد اسمه جريزنج اللي هو طول الوقت يعني عمال يأكل واجبات صغيرة بيأكل اكتر من عشر او خمسة شهر واجبة في اليوم انت محتاج تحلل طريقة التغذية حتى للعيان عشان كده المراكز المتخصصة هي اكتر الاماكن القادرة على ان انت تديك نتيجة يعني اعلى النتائج في جراحات السمنة جراحات السمنة مش بس عملية تكميم او تحويل مصار كاملة من تحضير مقابل العملية ودراسة للنفسية ودراسة للحالة الاجتماعية عموما الادواء اللي تستخدمها نشاطك اليوم طريقة اكلك الجراحات السابقة كل الحاجات لازم تتحلل واذا كان هناك تخصصات متشابكة معنا عندي مشكلة في القلب عندي مشكلة في الكيلة عندي مشكلة في التنفس لازم يتم ارجاع ده للمتخصصين في التيم بحيث ان احنا ناوبتومايز الحالة ونخليها على اعلى كفاءة مقابل اجراء العملية عملت عملية باحترافية ادي دورك باحترافية شديدة اعمل عملية باحترافية مع فرق تغدير محترف مع اعلى المستهلكات الطبية في مكان امن اخرج من المستشفى ادي العين الكاتالوج وحافظ عليهما بعد اجراء العملية يعني انا ممكن اخد عملية وستخدمهاش يوز ارتولوس يعني اهم شو هال على فكرة متداول بين مرض السمنة هتعملي تكميم ولا تحويل اول شغال بيسأله لك في العادة طبعا احنا عايزين نشيل المشكلة دي من على العيان احنا سابها للمتخصص هو اكيد بعارف انت بتبقى ناوي ان انت تعمل عملية تكميم ويقول لك الله انت عندك ارتجاع شديد وتعمل عملية تحويل احيان بتبقى مريض سكر وبين انصحك ان انت تعمل عملية تحويل اكتر وعملية تكميم ويقول لك انا مش عايز التحويل انا عايز اعمل تكميم ويمكن العمليتين صالحين لي ويختار عملية تكميم لانه يمكن يعني شايف عيان قبل كده غير موفق جراحيا وهو مش حابب نوع العملية المعينة اقصد انه الموضوع جراحي بحت يعني معلومات تؤدي الى نتائج يعني معلومات انا باخدها بالتاريخ المرضي وتاريخ الجراحي وتاريخ الادوية والسن والحركة وكل حاجة قبل الجواز غير بعد الجواز السن الصغير غير السن الكبير بنختار العملية المناسبة بناء على الفحوصات والتحليل بناء على تاريخ المرضي بنختار تكميم او تحويل في كل الاحوال تكميم المعدة هتنزل الوزن في كل الاحوال ان شاء الله تحويل المصار بتنزل الوزن بانواعها لكن قد يكون الاختيار فوق الوزن 150 كيلو اذا عمل تحويل المصار واحد وزنه 200 كيلو احيانا بعمله تحويل المصار عشان هي الاقوى لو كان جدار بطن بتاعه يسمح باجراء عملية امنة لتحويل المصار واحد وزنه 300 كيلو بعمله تكميم الاول ونزله 200 كيلو ولا حاجة وبعمله تحويل المصار بعد كده يعني واحد داخل على جواز ست داخل على جواز مش عايز تاخد فيتامينز يا متحبش الفيتامينز على المدى البعيد بجراءات عالية اعمل التكميم ما تعملش تحويل سن صغير دايما بيبقى في اتجاه التكميم اكتر من التحويل يعني هي مش عايزين نحط ده الاختيار ده على المريض بنقول لك الله يا عملية تحويل المصار بتديك يعني راحة شوية في اكل انواع مختلفة من الاكل هتحافظ وبتقلل امتصاص 70% من السكرات والدهون بنعزل جزء المعدة وابداية الامعاء المسؤولة عن امتصاص 70% من السكرات والدهون دي بتبقى طبعا بتديك براحة شوية في الاكل وفي الشرب اكتر من التكميم لو انت اكل السكرات بشرها يعني يعني الامراض المصاحبة يعني دايما برضو دي السؤال التاني سادة تنفسية وصعوبة في التنفس COPD يعني او رسبولاتوردسترسسندروم فانا جايلك وخايف من الحاجات دي طبعا احنا داخلين نعالج الحاجات دي احنا داخلين نعالج الميتابوليكسندروم انا داخل مش متفاجأ دا لو مش عندك يعني حاجات تكميم المعدة بتعالجها وتحويل المصار بيعالج كل الميتابوليكسندروم الضغط والسكر والكولسترول العالي دي متلازمة السمنة لو مش موجودة عندك دلوقتي انا بحاول اشوفها بالفحوصات والتحالية وبحاول اثبتها لان ما فيش مريض سمنة مفرطة ما عندوش حاجة من دول ما عندوش تدهم في الكابد ما عندوش كولسترول ما عندوش امراض في القلب ما عندوش ربما يكونش عندك احنا دلوقتي في المستقبل ربما يكون ده حاصل ده علم ده الميتابوليكسندروم كانوا يسموه حتى سندروم اكس كانش عارف ايه سببه اكسندروم ايه اللي جمع الضغط مع الليبت التهون العالي مع السكر مع الريوريك اسد العالي ايه اللي جمع اللي جمع ايه وبيجوا ايه مع بعض دائما يعني بيجوا مع بعض في كتير من الناس انا نشوفهم طبعا ايه لا ان تم طبعا الميتابوليكسندروم ده حاجة علمية ومرض معروف كلما كانت عندك سمنة مفرطة كلما كان عندك الاصابة بالحاجات دي دي حاجات تعتبر يعني حاجات طبيعية كلما زاد الاصابة بيهم كلما كنت عرضة لامراض القلب اكتر من من الناس التانية بقى اضعاف اضعاف الناس الموصوفة وبالتالي طبعا احنا مش فاجئين باي حاجة من دول احنا داخلين نعالج الامراض دي دايما بقى السؤال التالي صبع تقول لعن التخدير هتعرف تخدرني باش انا خايف انا ما عرفش اقوم ده سؤال وسؤال يحترم جملة دي على فكرة بتتقال سعدة قسوة شديدة جدا يعني العالم بيقولها وهو خايف خايف جدا وخصوة لو كان شاب طبعا احنا هو بيبقى عنده مشاكل واحنا مريض السمنة لازم يعرف ان هو مريض فرجايل يعني مريضها صحيا يعني وشكله قد يبدو ان هو صحته كويسة بس هو مش صحة كويسة ولا حاجة ده بيبقى عنده مشاكل كتيرة في التنفس ومشاكل كتيرة في القلب وتلاقي الليفر انزامز اصلا من الفات الليفر عالية وتلاقي طبعا احنا ما عندناش مريض سليم يعني احنا نادر جدا ان انت يعني انا متكلمش بها طبعا الاوزان اللي هي 100 كيلو ولا 110 كيلو ولا 120 كيلو اللي هو عادة بيبقى يعني عملية سهلة ستريت فورور دي انا متكلم من الناس اللي هما فوق 150 وانت طالع دول بيبقى طبعا كلهم مرض فرجايل احنا مش متفاجئين طبعا احنا مش متفاجئين بالناس اللي هما وزنهم كبير طبعا صحيا بالنسبة للتنافس هو احنا شغالين في السمنة بنشتغل فيها يوميا بهذه الاوزان بهذه الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة ما عندناش حد متفاجئ يعني ده كانت التقدير في التيم هو ما عندهش مشكلة هو مجهز الفايبر اوبتيك ومجهز المناظير بتاعته ومجهز الادوية بتاعته المخصصة هو ده شغلته يعني هو في السيطر شغال طول اليوم في حالات سمنة المفرطة طول الشهر طول السنة شغال في حالات سمنة المفرطة هو مش متفاجئ بحاجة زي كده فيعني ما حدش الى خالص يعني الموضوع الموضوع متجهز يعني يعني عموما في التقدير يعني اساس التقدير في المصر على راجع علي جدا من الكفاء على فكرة وبيجروا عمليات بريت اعلى من اي حتة في المنطقة العربية وفي الشرق الاوسط يعني حاجة بحالات او في العالم في العالم الحقيقة في العالم حقيقة خلينا اقول يعني باستثناء اماكن معاناة في العالم اللي ممكن يعني توزينه في الفريكونسي او في الريت وليلين جدا جدا في التخديد بالذات اساسا معظم المرضى اللي بيدخله غرفة العمليات في اي شيء يعني مثلا انزلقوا ظروفي في النسبة للتخدير بتاع المخ والاعصاب مشاكل القلب وشريين القلب هتليهم اللي عندوهم فشل مثلا او مشاكل فيه زراعات المفاصل ومش اعرف ايه وتغيير مفصل والكلام ده كله اللي انتم عارفين نوع عظمهم عندهم سمنة صح كده؟ صحيح فمريد دكتور التخدير واخد انه هو يصطبع من مريد سمنة وبالنسبة له ده تحدي مهم جدا في التخدير اللي هو اولوية طب سؤال ده مهم قوي قوي جاد فترة موضة اللي هو يتعمل للمريد بتاع السمنة تخدير نصفي اسمعنا عن ده اه طبعا موجودة احنا بس انا لا انصح بيها انا الحقيقة المريد اللي ماينامش ببنجي كلي ماينامش ببنجي نصفي انا شفت موقف انا مش عايف صح اقوله يعني ولا لا بس يعني موقف احد السيترس ابتدى الجامده من من ستة سبع سنين ابتدى جراح زميل خد رأي في الموضوع يعني ان احنا عايزة عامل ببنجي نصفي وبتاعه وقالطلو يعني المريد اللي ماينامش لو انت ما عندكش كفاءة انه تتنايمه كلي حصل ان العيان ده ادده لبنجي نصفي وابتدى يشتغل فيه العيان مسك سيدرو وابتدى عنده زي chest pain panic attack لا ده chest pain chest pain angina داخل في زبحة اصطرام الخوف بالزبط كده انت بقى في نص العملية عملت قص في المعدة تعمل ايه يعني انت تصرف يعني اقول لي اتصرف ازاي كان كان صعب جدا العيان على فكرة طبعا انا يعني 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 ربنا توفيه طبعا بعد بعد العملية دي لانه ما كانش اصلا صالح لي انه هو ينام تحت بنج كلي البنج الكلي انا اعتبره من ضمن الحاجات اللي هي اللي ربنا اداها للبشرية ان انت تنام بيها ما تبقاش فايق للعملية انا امكان جربت انا البنج الكلي في عملية سابقة يعني متعة يعني انت مجرد ان انت تسلم على الزمالك او الناس اللي هون داخل فعلا لا متعة شديدة بتنام فعلا كالقاتي انت بتدخل بتنام لك النص ساعة ساعة وقت العملية بتطلع بعد نص ساعة من الجراحة انت ما انتشفكر حي خالص بان فري ما انتشفكر اي تفصيل العملية وطبع انت بشارك روحب جدا ان انت تنام تحت بنج نصفي وانا شايف الناس اللي شغالة وسامع الجهاز المانتور ده يعني انا شايف ان ده نوع من العذاب البنج نصفي وانت بتشتغل الجراحات فالعيان اللي هو لا يمكن ان هو ينام تحت بنج نصفي ما ينفعش ينام تحت بنج الكل اقدر اعمل بنج النصفي لو للدلع بقى يعني ايه الدلع انا داخل اعمل عملية لوحد وزن 120 كيلو 130 كيلو 150 كيلو 170 كيلو اي وزن يعني بس المريض ده فت فور جينرال انا سيزي انا هينامك للدلع اتفاجئت باي حاجة لان نفسه مش مستريح لازم ان انامه بنج كلي انت عايف رق ايه من ده اراكب انبوه ونام لكن ما بقاش العيان اصلا ريسكي فور جينرال اناسيزيا وحصل اي انسلت ما قدرش ان انامه تحت بنج كلي فدي كارسل فالبنج النصفي نصح دي اللي هو يبقى العيان فت فور جينرال اناسيزيا يكون مناسب له ان يجرى له اجراء الانتخدير كلي وبعد كده اعمل بقى بنصفي اعمل حاجة النصفي لو عايز تقلبه الكل مش هحصل حاجة في اذا طرق امر او طرق حاجة على عيان او جراحيا يعني حاجة حصلت فبقاش العيان متوتر ممكن تقلبه البنج كلي بامام لكن ما بقاش غير جاهز للبنج الكلي واقول انا اعمله بنج نصفي فدي نصيحة يعني عامة يعني عموما ما يمكن ربما تكون على كل الجراحات اللي يقدر نام تحت بنج كلي ان هي متحت بنج نصفي بامام ما فيش مشكلة خالصة السؤال التاني بقى بفرد نفسه السؤال متعلق ما بعد الاجراء الاجراح هل في فرق بين تكميم وتحويل المصار في تعليمات التغذية خالص هم كلهم زي بعض في فترات اللي هي السوائل اللي عشر و 15 يوم الأولى الشهر الأول بيتم على تعليمات كلها مشابهة ما بعد اجراء العملية كل مشابه بزيادة بس في نسب الفايتامينز ما بعد تحويل المصار اللي احنا بنستمر عليها مدى الحياة بناخد ما بعد تحويل المصار طبعا ما فيش اي حاجة بخالص مختلفة العملية زي بعضها بتجرب المنظر فتحات صغيرة على فكرة الوقت برضو ما بفرقش كتير يعني هي كلها ربع ساعة زيادة او نصف ساعة زيادة ما بين العمليات يعني في فترة الافاقة هي 12 ساعة في ده او ده تكميم او تحويل هي في كلها فتحات المنظر بتخرج بعد 12 ساعة المتابعات نفس للمتابعات كل حاجة زي بعضها يعني مفيش اي حاجة لكن طبعا في عمليات مؤسرة على السكر بيبقى يعني في واحد بممارات سكر بيعمل تحويل مصار بنخرج على نصف الجرعات من الانسولين او جرعات علاج السكر وبعد شوية بيقلل شوية لحد ان اتوقف يعني مفيش حاجات فروق جوهرية ما بين العمليات لكن العمليات تحويل طبعا اشد شوية في ان هي تحافظ على الوزن بعد العمليات لان بتقلل المتصف 70% من السكرية والدوم عشان كده بتسموها جولدن ستندر طبعا اه المعيار زاهب طبعا وبالاسم كمان عمليات تحويل مصار المعدة الكلاسيكي افضل الحاجات عشان يبقى نسمع المرضى المرضى بيكلموا بلغة مختلفة المرضى دايما عندهم يعني تعبيرات دقيقة جدا في التوصيف ويهتموا بحاجات معينة مهمة انا النهاردة فكرت زي المرضى لقيتهم بيفكروا اه اه انا هسأل هعمل ايه التخدير يا باشا طب انا بعد العملية هتأكلوني ازاي بس هو التخدير ده من اهم الاسئلة وقرار هتعمل لي بقى ايه العملية اللي هتعملها لي طبعا فيه ناس بقى تفهم قوي الجراحات فبيعود بقى يسأل الاسئلة انا بحبها نوع الدباسة دبابيس مكان مستشفى فريق التخدير اللي جاي مين عشانه عارف ده عمل اللي عملات سيمنة قبل كده اه طبعا انا بسأل مع الجراح ده ده شيء مهم جدا النهاردة الحوار اكيد ممتع جدا مع ضيف العزيز القمرة المال الكبيرة على السيد دكتور كريم صبري لكن الاستماع لي الحالات ايضا ممتع للغاية عدت سنتين افكر وادرس عشان اعمل عملها دي بغتنا ربنا يعني استخرت الله كده وليت الدكتور كريم قدامي وانا اقعد اتفرج على التلفزيون فاستخرت الله كده وراحت ايه رايح قطعت الكشف عنده راحت رايح وراح اعمل اللي عملية تحويل مصار الحمد لله بعد ما عملتها انتهت من برشام السكر والضغط والكلام ده كله والحمد لله رب العالمين وانصح اي حد اي حد عملية بسيطة جدا بالمنزار وبتطلع بعد كم ساعة تلات اربع ساعات بتشرب كل حاجة وبتخرج بعد 12 ساعة من من المشتشف خالص ومجرد ان عملتها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الشكر ربنا ثم الدكتور كريم رايحني نفسيا وعملت العملية وبعد ما عملتها قلت ايه اللي انا عملت في نفسي ده عايد سنتين اقول اه ولا لا اقول اه ولا لا لغاتنا الحمد لله حسيت ان الدنيا سهلة وعملت عملية تحول مصار والحمد لله ده رقتي بصحة جيدة تمام ورجعت كم سنة وارا كمان وانت نفسيا كمان بتلاقي انت فتحت ومش انا بس انا عملت البنتي وعملت المدام وعملت الاخوية وعملت الاختي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم في واحدة من اهم حلقتنا على الاطلاق المناظير هذه الطفرة الجراحية الهائلة التي نقلت عالم الجراحة نقلة مبدعة نقلة مليئة بالامان بعناصر الامان بعناصر الربد ريكابري او البعد عن كثير من المضاعفات التي كانت معتدة في وقت مال الجراحات مع احترمنا طبعا الجراحات التقليطية التي مازالت موجودة وبقوة ولكن المناظير لها بريق خاص جدا وخصوصا في التعامل مع نوعية معينة من الاجهزة مثل الجهاز البولي هي في كل الاجهزة لكن الجهاز البولي له خاصية عند المصريين اولا الثقافة الخاصة بالتعامل مع الجهاز البولي انا شايف انها محتاجة كثير من التطور امراض الجهاز البولي منتشرة جدا في ربوع مصر لكن هل تعلمون شيء عن الجهاز البولي هل تعلمون اساسا تشريح الجهاز البولي اعتقد انه فيه ناس كثير فقدة او مش مذاكرة لها التالية بسرعة شديدة جدا لازم نفهم من الجهاز البولي مكون من كليتين وحالبين الحالب هو ناقل لالبول بعد تكوينه من الكلة لينزل فيه مغزن مهم جدا هو المسانة البولية ثم يمر من المسانة البولية في مصار مشهور جدا هو اليوريثرا ثم ينزل بعد ذلك الى الخارج لازم نفهم انه عندما تتعمل معها نوعية دي من الاجهزة جهاز البولي بالدقة حالب هذا المسار الدقيق اعتقد انه اوكلة بالمسارها او بتكوينها الدقيق وايضا بتجاوفها وواء الاخير لازم يكون عندك ميزة مهمة جدا هي المناظير المناظير بتعطي ساعة في التعامل كبيرة للغاية مع نوعية مثل هذه الاجهزة ونوعية الامراض المتعلقة بها خلونا النهاردة نبحر في عالم المناظير في عالم مناظير البطن عموما واكيد الجهاز البولي سيكون جزء مهم جدا من عالم المناظير ضي فيه ورائد قدير في عالم المسالك البولية وفخر لنا احنا بنستضيفه وبيقبل دعوتنا وبيسعدنا بحوار علمي على ارقى مستوى هتسمعه القمة العلمية الكبيرة والقمة الجراحية المتميزة استاذنا استاذ الدكتور حسد شاكر نقدر نقول في العشرين سنة الاخيرة تم استبداء الكثير جدا من العملات الجراحية بمناظير البطن المناظير لانها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندازة الطبية هتطور تطور كبير جدا تدهي بالتكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة لعملات الجراحية ومضاعفات قائمة كلمة الزكية هي مناظير فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية قدت الى ان المناظير فعلا كانت بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل العديدة في المسالك الدولية مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المساكل البولية الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جير بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعية التحكم البولي الدولي أستاذنا وطبعا يعني الرائل القدير أستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب جماعة عين شمس وزميل جماعة تورونتو مكيل بي كندا وعضو جماعية جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية نورتنا يا فندي مشارع المناظير دخلت بقوة أو بمعنى صح أزاحت الكثير من الجراحات جانبا وحلت محلها وكان ده له تأثير كبير جدا أقصد يا مناظير البطل شوالما مخدرين صح فعلا يعني نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تقريبا تم استبدال كثير جدا من العملات الجراحية بمناظير البطل وليه أسباب كثيرة جدا جدا يعني طبعا كلنا نعرف العملات الجراحية لما منشوف عيان بعد العملية عنده جرح كبير جدا الجرح ده هو يعني بيميزه بقية حياته فده على طب نعرف أنه عمل عملية جراحية طبعا أول حاجة للعيان من الناس بيشوف الفرق ما بين مناظير بين الجراحات التقليدية ومناظير البطل هو الجرح وهو ده اللي باين من برة وده لكثير من الناس ده اللي بيهمهم بيهمهم إن الجرح ده هوت طبعا بجرح صغير جدا أو يكاد يكون غير مرئي فبالنسبة له هو ده الفرق ما بين الاتنين لقد حقيقة ده الفلوء البسيط ده الجرح اللي هو اللي بتاع العملية بكل عملية الكلا بيبقى الجرح بتاعها الجرحة كبير جدا ومشاكل الجرح الكبير ده هوت إنه ممكن بيكون معرض للتهابات ممكن يكون معرض لفتق الجراحي بعد كده هوت طبعا لما نقارن الكلام ده هوت بجروح المناظير يعني الواحد بيشوف الفرق فعلا الجروح المناظير جروح مختلفة يعني طبعا يعني أكيد أكيد جرح بسيط جدا جدا يعني بالضبط هو المناظير هي حم نعمل نفس العملية الجراحية بالضبط بس من خلال إخرام صويرة جدا جروح صغيرة جدا التي تتعدد نصف سنطر جرحين أو ثلاثة أو في جراحات المناظير الحديثة بتبقى جروح أصغر كمان ده من وليك الناس هما بيشتغلوا بيكون من غير فتح جراحي خالص في البطن من خلال إن هي الجروح الصغيرة جدا ده شكل المناظير لكن ما هوش ده الفرق الوحيد لا الفرق تانية كثيرة جدا عدم تعرض الأجهزة الداخلية لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض بعد العمليات بيبتدي يرجع بسرعة جدا لطبيعة الحياة معها والأجهزة الأخرى من تتأثرش بيه المناظير بالجو غرفة العمليات ده زي ما احنا شايفين هواة يعني جروح صغيرة جدا بتاعتها المناظير البطن احنا حاطيني أسهم من هواة لأنها مش باينة حتى بعد مثلا شهر شهرين خلاص ما بايتش باينة لكن مفرد سورة تطلع من غير أسهم صحيح ما كانش هتبعن خالص لكن الفروق ما بتوقفش عنه مناظير البطن ممكن نحنا نستطيع تكبير بيها الأعضاء خمس ستة مرات العيان بسرعة بعد كده بعد ما بينزل في نفس اليوم بيقدر ياكل بيقدر يتحرك بيرجع لشغله في خلال الأيام بسيطة جدا بالمقارنة بالجراحة التقليدية بياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يرجع لحياة الطبيعية بالإضافة إن التكبير اللي بيحصل مع جراحة المناظير ده بيخلي فقدان الدم أقل كتير جدا من الجراحة التقليدية بيخلي كمان الأعضاء إنها ترجع لطبيعتها وعملها الطبيعي أسرع كتير جدا كمان بيخلينا أضغط كتير جدا من الجراحات التقليدية فعشان كده المضاعفات بتبقى أقل كثير المناظير لأنها يعني كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطورت تطور كبير جدا واكتسبت اسم متنوع ما بين الزكية وما بين فائقة التصوير بس كلمة زكية دي مرتبطة بالمناظير جدا فعايز أعرف التطورات اللي حصلت هو المناظير البطني دي بتدت من مدة كبيرة جدا يعني أول ما جات الفكرة لدكات الرواد في عمل المناظير كان من 100 سنة مثلا لكن طبعا تكنولوجيا ساعتها كانت تكنولوجيا ضعيفة جدا فالمناظير حقيقة ظهرت من المدة دي كلها لكن لم تتطور وما كانش ليها تأثير واضح في الحياة الجراحية وحياة المرضى اللي يمكن في آخر 20 سنة في 20 سنة بقى الأخيرة ابتداء يحصل تطور كبير قوي لأن ابتداء بالتكنولوجيا تقدر أن احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة لعملات الجراحية ومضاعفات أقل يعني مثلا وضوح بتاع المناظير ابتداء يزيد جدا غرف العمليات تطورت جدا غرف العمليات دهيات مثلا لما تبص فيها تطور من كل حاجة أو لحاجة تخدير تخدير تطور بشكل كبير جدا خلانا نحنا نقدر نعمل عمليات مناظير البطن دهيات بيسر كبير جدا اللي في النص ده هو ده المتسميه التاور بتاع المناظير المتسميه التاور بتاع المناظير دهيات 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 ده كمان فيه حاجات اللي هي الأجهزة اللي بتنفق البطن عشان نجد نشتغل جواها دي بقت حاجات أوتوماتيكية وضيقة وبتسخن الهوى ده كله وده اللي بيعمل فرق الأساس لما بينها وما بين الجراحات التقريدية اللي هي بتبقى معرضة لدرجة حرارة الغرفة هنا بطن المريض مش معرض خلص درجة حرارة الغرفة لأجهزة المساعدة مثلا ده جهاز المساعد احنا بتسميه البلازما أو بتسميه بالانجليزي الفاسل سيلر ده احنا زمان كان اي وعاء لو احنا عايزين نقفله لازم نقفله بيا اما بالربط يا اما بحاجة اسمها كوتري دلوقتي بقى الفاسل سيلر ده كإني بربطه بده بيلحم الأوعية الدموية بيمنع نزيف الدم مش كده بس في الليزر كمان تدخل جدا في الكلام ده فيه اجهزة كثيرة جدا ده مثلا النوع من النوع اجهزة الليزر بتستخدم في مناظر البطن اجهزة مساعدة كثيرة جدا خلت تطور بتاع مناظر البطن كبير جدا في اخر 20 سنة الاجهزة المساهمة ده هي مش بس سهمت في انها تطور مناظر البطن لا كمان طورت الجراح التقليدية لان اجهزة دي بكمان بتستخدم في الجراحة التقليدية فالتطور اللي حصل في مناظر البطن اعاد كمان بالفايدة على الجراحات التقليدية ودي حاجة طبعا تخلينا يعني نشوف ان التطور العلمي لما بيحصل ما بيحصلش في منطقة واحدة وبيتجنب المناطق الأخرى كثير جدا من التطورات اللي بتحصل في تخصصات معينة بيبقالها تأثير على مناطق أخرى يعني مثلا الليزر أول ما ظهر ده ظهر في الجراحات التقليدية وبعد كده ابتدي نستخدمه في جراحات المناظرية يعني في مناظر البطن وهكذا ورغم أن التطور ده كله حصل حتى هذه اللحظة احنا كل ده بنسميه مناظر البطن التقليدية لأن مناظر البطن في آخر 3-4 سنين اتنقل اتنقل جديدة كمان في التطور بتاعها اللي حضرتك تفضلت بتسميتها المناظر الزكية هي المناظر كلمة الزكية تعنيلنا احنا أو حتى اللي عامة هي مناظر قادرة على أنها تتعامل مع مواقف صعبة فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية فتقدر تدخل في أماكن يمكن ما كانتش المناظر القديمة بتقدر تدخلها أو لو كانت داخلت كانت تتعمل مشاكل يعني ده المعنى اللي أنا بفهمه صح؟ هو خلينا نقول هو مناظر الزكية دهية ما هواش تطور واحد وحاجات كثيرة جدا حصلت في المناظر فقدت إلى أن المناظر فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض أسهلت وقت العمليات قللت فقدان الدم تغييرات كثيرة جدا حصلت في آخر 5 سنين بالذات أو ممكن عشر سنين اللي ناقلت ناقلة كبيرة جدا أو واحد دي من أول حاجات اللي حصلت اللي هي المناظر ثلاثية الأبعاد أو 3D طبعا الكاميرات العادية بتاعت المناظر التقليدية دي كاميرات صناعية كأنني بتفرج على التلفزيون بالزبط لما تشوف هنا الجراح لابس نظارة زي نظارة بنلبسها في السينما 3D دي لأنه هو الشاشات دي هي طبعا هي مش باينة هنوط لك الشاشات دي ثلاثية الأبعاد دي خلتنا كأننا عاديين جوه بطن المريض يعني كأنك قاعد في وسط قوضة الحركة بتاعتك بقت حركة أسهل كتير جدا البعد الثالث اللي احنا ما كناش منشوفه المناظر العادية بقى ما تشوفه بسهولة أكتر كتير الخياطة أسهل كتير جدا كأنك بتعملها بإيدك فالنقلة 3D دي اللي حصلت خلت جراحات المناظر للجراح أسهل كتير جدا مش هو ده الحاجة فقط الصورة اللي على إيدنا الشمال دي ده المنظر مش التقليد العادي ده الـ High Definition كمان أو اللي هو منظر عالي الهضوح عملوا حاجة اسمها Spectrum Shift Spectrum Shift ده هو دي عبارة عن تغيير في الطيف بتاع الضوء عشان في الآخر خالص لما تبص الفرق ما بين الصورتين الصورة اللي على إيمين ده كأنه واحد جاب ألوان ورسم الأقوائيات الدموية رسم الأعضاء يعني فيه حاجات بينا في الصورة اللي على إيمين مش بينا في الصورة على الشمال بقى أنه هما نفس المنطقة بالظبط اللي هو التغيير الطيفي ده هو اللي حصل ده بيلعبوا في الطيف بتاع الضوء الجهاز نفسه وبيقدر بقى يميز لك جدا العاوية الدموية يميز لك العضاء يميز لك الأورام فيخليك وانت بتشتغل تبقى الرؤية عندك أخصر ووضوحا جدا ده طبعا بيترجم ترجمة كبيرة جدا على نتائج العملية يعني لو عندك وراء مش واضح هيوضح أكتر عندك أوعية دموية مش واضحة هتشوفها أحسن وطبعا يقلل فرصة إصابتها يقلل حدوث نزيف يقلل إن الواحد يبقى في منطقة هو مش فهمها كمان ابتدت تدخل الآلات الميكانيكية أو روبوت روبوت أنستومت دي آلات زي ما تشايف دي حركة إيد الجراح الآلة تتحرك زيها بالظبط أنتو في المسالك رواد الحقيقة الروبوت صحيح يعني أكتر ناس في العالم تشغل بالروبوت جراحي المسالك صحيح يعني إحنا أكتر فعلا استفادت من الروبوت طبعا إنت عندك رينج واسع جدا من إنك يبقى عندك آلات بس روبوت مع 3D مع الـ Spectrum Shift أو هو التغيير الطيفي أو إنك يكون عندك روبوت كامل في غرفة العمليات دي طبعا حسب إمكانات المستشفى حسب اقتناع الجراح يعني دي مثلا من آلات آلة من الآلات الروبوتية دي من الآلات اللي هي آلية لو جزيما الجراح بيحرك إيده بره الآلات دي بتتحرك جوه بالضبط لدرجة إنه كمان بتنقلي الإحساس مش مجرد إن أنا بحركها بس لا الإحساس لما الضغط اللي أنا بضغطه بإيدي من بره بيترجم لجوه والعكس المقاومة بتاعة الأنسجة بحسها في إيدي بره فالكلام ده هو طبعا خلى زي ما بقول حضرتك كإني قاعد جوه بطن العيان بشتغل بإيدي طبعا ده من غير ما نفتح بطن العيان خاص مهم مقيمة مهمة يعني ما تستهونوش بكلمة من غير ما نفتح بطن العيان فاتح بطن العيان دي بيعرض الأمعاء وبيعرض يعني الأجهاز الأجهزة داخل جسم الإنسان للهوى لهوى الغرفة وده بيعمل التسقات ده بيعمل التابات وهو ده سبب التسقات بعد كده اللي بتاعته أسباب كثيرة جدا صراحة أول حاجة إن المريض يعني ما تشوف المريض بتاع اللي هو الجراحة التقليدية بيتأخر جدا في النقاحة بتاعته بالمقاردة بالمريض بتاع المناظر البطن يعني هما بيعابل مناظر البطن هبتطول أكتر من الجراحة التقليدية في الوقت في قضل العملية لكن بتشوف مريض مناظر البطن يوميها بالليل أين بيتمشى ويتحرك وتاني يوم الصبح بيشرب ويوميها بالليل ممكن فكتير جدا من العملية بيخرج غير ما الجراحة التقليدية رغم إنها وقتها في غرفة العملية أقل لكن المريض بيخده مدة كبيرة جدا عشان يرجع لطبيعته تاني وده سبب أساسي عشان فتح بطن المريض دي لأنه دي بتبقى بيئة غير طبيعية بالنسبة مهما كان قوى غرفة العملية معاقم لكن درجة الحرارة مش مظبوطة كمان فاكتور الثاني احنا مش فاهمنا حتى هذه اللحظة اللي بتخلي المريض دهوات بيرجع على طبيعته أسرع كتير جدا من مريضة جراحة التقليدية المثالك استفاغت كثيرا جدا أنا عايز أروح للبرانش يعاني إن المصريين بيتأخرو أنا شايف كده إنه المثالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها ولذلك المناظر أفادت كدا في اكتشاف كثير من وحلول للمشاكل عديدة في المثالك البولية فأنا عايز الكلام على المناظر والمثالك هو طبعا إحنا من البلاد المشهورة جدا على مدى تاريخنا بمشاكل كثيرة جدا في المثالك البولية طبعا إحنا من البلاد اللي هو أبتليات بالهرسيا وعشان كده هو يعني أسد زيتنا القدامة من أكتر الناس اللي اشتغلوا في جراحات المثالك البولية وهو ده اللي دينا في مصر ريادة في جراحات المثالك البولية يعني أنا لا أدعي ولكن احنا بقول أن مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المثالك البولية سواء التقليدي اللي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات عند أسد زيتنا أو في الجراحات الحديثة دلوقتي وده رقم واحد بسبب الوضع اللي احنا فيه ان احنا عندنا أمراض مزمنة كانت بالهرسيا وتلوقتي لأسف ابتدأ التلوث اللي هو أساسا فيه السجاير والعادم بتاع السيارات اللي أدى إلى إصابتنا بكثير جدا من الأوراو جراحات المناظير سهمت مساهمة كبيرة جدا في علاج تقريبا تقريبا كل أنواع الجراحة التقليدية بقت جراحات المناظير بتستبدلها بقت بتدخل مكان لدرجة لما تبصي أنت في الـ guidelines أو الإرشادات على مستوى العالم فيه جراحات بقت تلوقتي ممنوعة تعملها غير بجراحة المناظير يعني مثلا الغدة الأورام الغدة ده الفوق الكلوية الكزرية الكزرية دي تلوقتي ممنوع أنك تفتحه إلا لو فيه سبب واضح جدا يخليك ما تقدرش تستخدم المناظير يعني أورام ضخم جدا وامتشر وكلام ده فأنت كده كده تفتح فتحة كبيرة جدا فمن أجدعه المناظير لكن لو ورم مثلا حجمه هو العادي اللي احنا منشوفه لأ حرام انك انت تفتح المريض الأورام الكلى يعني مثلا في فيديو هنا هوت الورم في الكلى بيستأصل بمناظير البطن من غير ما نفتح المريض ده مردك حرام انك تفتح المريض فيه أمراض كثيرة جدا أخرى الأورام البرستاطا الخبيثة أورام المسانة الاستقصال الجوزء المسانة زرع الحالب ضيق الحالب ضيق اتصال حوض الكلى بالحالب تقريبا ما سبناش مرض اللي بتعمل المناظير ده ورم على الكلية بتاع المريض ده هوت وزا ما تشايف حنا هنا هوت احنا جوه بطن العيان احنا مش فاتحين بطن العيان احنا شغلين جوه بطن العيان بالملازير اللي احنا شايفينه نوره قوي ده هوت ده ليزر بقطع بقطع الورم او بشيل الورم ده هوت من غير موقف الدم على الكلى خالص غير في الجراحات التقليدية لازم اقفل الدم على الكلى عشان محصلش نزيف هنا لاني بستخدم الليزر الليزر ده هوت مش بس بيقطع الورم ده هوت لا كمان بيمنع اي نزيف خالص زي من شايف انه هو الامور بتمشي بسرعة خالص لغاية ما بنستقصل الورم ده الفقدان الدم تقريبا يكاد يكون منعدم يعني كلام فرق خالص فقدان الدم كمان في نفس الوقت ان الليزر ده هوت بيدخل لطبقات عميقة عشان لو فيه خلايا احنا مش شايفينها بيعنينا بيقتلها خالص طبعا الكليا نفسها بتستفيد انها لما ما تقطاش عنها ده باقيت الكليا بتبقى في صحة جيدة حاجة زي كده حرام تفتح مريض زي ده هوت لان مريض زي ده هوت بيستفيد جدا من جراحة المال الاجهزة المساعدة لزي الليزر دي فادتنا جدا سهلت علينا العملية الثري دي والتغيير الطيفي وكلام ده يعني شوف هناوات بعد ما خلصت انا هناوات باستخدم الليزر عشان اي خلايا انا ما شفتهاش او قدلت في الكلة بقدر ايه ان انا اقتلها كمان طبعا التحكم في النزيف شايف كل حاجة معنديش ادنى على فكرة الصورة هنا مكبرة يعني نقطة الدم بتبان كأنها بقعة كبيرة صحيح صحيح يعني مثلا المريض ده هوت قولي يفقده مثلا 30 او 40 ملي يعني شوف حضرتك ده شكل السطح بتاع الكليا بعد ما تشايل اللون البني ده ده السطح ده بعد ما تعمل بلايزر عشان لو فيه اي خلايا خلاص الخلايا دي ماذا فاستقصال البرسطاتة بالمناظير البطن ده برضك من الحاجات عادية عملية ضخمة جدا بالفعل تلوقتي بتق� عملية يومية المريض بيعملها يومين ثلاثة بيروح مش زي قبل كده اسبوعين ثلاثة في المستشفى وعذاب وبول يطلع منه حاجات ذا كده لأ الموضوع بقى مختلف كمان هي عملية للسه عملية كبيرة لكنه في المناظير البطن بتبقى عملية سهة وبردك الفيديو اللي معنا ولينا الحكاية ده هو تكليب صغير جداً لكن بيوارد يقل إيه إن الموضوع بقى سحق البروستاطا في الصال الجذري البروستاطا الصال الجذري ميكون ورم كبير شوية في البروستاطا اللي مش قادرين إن احنا نستخدم له حاجات موضوعية أو علاج بوري بالفهم نستقصر البروستاطا بكل شيء حواليها فالصراحة المناظير سهلت جداً جداً على مش الدكتور بس والمريض كمان اصطاع في المستشفى بس هي طبعاً حاجة لازم نقول إن هدي من الحاجات اللي محتاجة تدريب طويل جداً ومحتاجة مش تدريب بس للدكاترة للسطاف كمان للتمريض للتكنيشنز بطاعة العمليات فهو زي خبرة جماعية عشان تقدر أي مستشفى تتقدم في هذا تنورتنا يا فدن مشرفتنا ويعني زيارة غالي علينا طبعاً ضيف العزيز الأساس دكتور حسن شكر الأساس جراحات المسالة للبولية الأساس بكلية طب بجامعات الجامس زميل جماعة تورينتو مكيل بي كانت أعود جماعيات جراحات المسالة البولية الأمريكية والأوروبية الرائد القدير لأمراض المسالة البولية والمناظير كان ضيفي فيه الدكتور خليكوا دايماً مع المناظير والدكتور أهلاً بيكم أحكي لكم خصة مسيرة جداً لدكتور مشهور جداً في عالم تأخر الإنجاب اسمه جون روك دكتور جون روك ده متخصص في عالم الخصوبة ده في زمن إلى حد ما قديم نسبياً في الأربعينات من القرن الماضي وله مساعدة يعني ما خدتش نفس الشهرات ورغم من إليها دول مهمة جداً اسمها مريم مريم مينيكن مريم مينيكن دي المساعدة الفنية اللي هي فني المعمل المتخصصة هي دي مريم مينيكن في شغل جون روك كان متخصص عايز يشوف أو يعمل موسمة بالإخصاب الصناعي وكانت وظيفة مريم مريم مينيكن إنها بترائب كل يوم أربع على مدار سنوات معينة تجيب ويضة خارج جسم الإنسان خال إنسانة يعني وحيانات منوية خارج جسم الرجل وتحطوهم في طبق وكل يوم أربع ترقبهم عشان تشوف هيحصل إخصاب ولا لأ والمحاولات قعدة سنين مش نكحة لأن هي كان ملتزمة بروتوكول ما حددها لها الدكتور هي فنية المعمل بتاعته ماشي على نظام معين إن هي بتسيب الحيوانات المنوية والبوايضات في الطبق ده لمدة 30 دقيقة وفي ليلة 3 في شهر فبراير 1944 كانت هذه الجميلة مريم مينيكن قعدة معها بانتهى وكانت بانتهى في الوقت ده عندها شهور وكانت عيانة بتسنن عيانة بدرجة حرارتها مرتفعة سنة وقعدت معها طول الليل تهنن فيها وطبطب عليها قبل ما تروح الشغل تاني يوم اللي هو الأربع اللي هو في اليوم ده هي بتمارس بالليل المهمة بتاعتها بتاعت مراقبة الحيوانات المنوية والبوايضات أثناء مراقبتها المفروض أنها تستمر 30 دقيقة بس غفلت لأنها الطول الليل سهرانة باع بندها نامت قعدت فترة نايمة لمدة ساعة وشوية وقامت لقيت أن فعلا في حاجة مختلفة حصرت فتركت الموضوع لتاني يوم تركت الطابع يعني لتاني يوم أنهتش المحاولة فجاءت تاني يوم إنها قدام جنيل منقسم حصل اختراق للحيوانات المنوية للبوايضة ومن هنا بدأت الإخصاب المساعد اللي عملته في الأساس أعتقد صدفة عظيمة أو نعمة عظيمة من مولا سبحانه وتعالى إنه خلاها تغفل تنام عشان يحصل فعلا حاجة دفعت البشرية دفعة لكن صحيح الإخصاب المساعد كان يعني محاولة شبه عادية لكن جي بعد كده الحق المجهاري واخير لفه عشان تشوفوا قد إيه سبحان الله الصدف الإخصاب المساعدة بحكي لكم أو الحق المجهاري له قصة مشابهة برضو لعبة فيها الصدفة دور مهم جدا في نجاح فكرة الحق المجهاري النهاردة لقاء مسير وممتع كالعادة مع واحد من قمم الحق المجهاري في نصر والوطن العربي وواحد من سوبر السر هزة المجال لسوز الدكتور رحمة بعوض الله استشاري تأخر الإنجاب الحق المجهاري ورئيس مجلس الإدارة المؤسس المساعدة دار الطب العريقة أهلا بك أهلا بك أهلا بك هبدأ معاك الأول بقصة هي سكن الإنفرتلتي اللي هو تأخر الإنجاب السنوي خلفه قبل كده ولد ومن ثم حصل تعصر وتأخر الإنجاب ما السبب الاحتمالات؟ تأخر الإنجاب السنوي ظاهريا ممكن يكون فيها أسباب يعني ممكن يبقى الستة دي عندها مشكلة حاليا في الطبويت سنها بدأت تقدم ولكن أنا بتخيل أنه هو غير معلوم السبب ممكن يكون هي عندها الولادة قد تيلة إلتهاب في قناة فلوب غير مرئي والستة دي أنه ظاهريا بالنسبة لنا قناة فلوب سليمة بس فعليا هي مسسليم أو وظيفيا مسسليم ممكن يكون الرجل ده كان عنده أي نوع من أنواع الأمراض وحاليا تطور هذا الشيء لضعف في خواص الحيوان المنوي في إحداث حمل أو في تخصيب البوايدة فنعم هناك ما يسمى تأخر الحمل غير معلوم السبب الثانوي ولكن في حاجات ممكن تكون حصلت في البروزيس أو في الإجراء بتاع الولادة أو في طبيعة هذا الرجل والمرأة مع تقدم السن مش هقول تقدم السن يعني في الأربعينات وخمسينات تقدم السن بصفة عامة أدى إلى أن فرص الحملة تبقى أقل من الطبيعة سألوس أنا بأعتقد أن الكوابيس الثلاثة أورام اللي فيها ده غدو ده راح الميب طرط راح المهاجرة في ستة واحدة عندها تأخر إنجاب بتعمل معها زي؟ بس عليك وتأخر حمل غير معلوم الأورام اللي فيها الأورام اللي فيها ليس بالضروري أن هي تكون بتؤثر على عملية الإنجاب ولكن إن تعددت محاولات علاج رجل وإمرأة أو سيدة يعني لحدوث حمل وفشلت وهناك أورام اللي فيها يفضل إنها تتشال يفضل إنها تتشال ده المرة واحدة أي أن كان مكانها أي أن كان عددها التغدد الرحمي هو مالوش علاجي وعلاجه هرمونية علاجات هرمونية في محاولة لتقليص تفاعل الخلايا اللي موجودة في عضلة الرحم مع فسيولوجية الرحم بصفة عامة وبطانة الرحم إنما هو مالوش علاجية ما ينفعش إنجابة تدخل تقص حتة من الرحم عشان فيه تغدد رحم الحاجة الثالثة الـ اللي هو ده البطانة المهاجرة وده مرض مشهور جداً يعني هو أشهر من الأدنوميوزز وأصبح حالياً في شهرة الأورام الغفية وأنا مقتنع تماماً إنه الـ هو في المجموعة بتاعة تأخر الحمل غير معلوم السبب يعني اللي عندها بطانة مهاجرة أو اللي عندها تأخذ إنجاب غير معلوم السبب نضع في الاعتبار بطانة الرحم طبعاً عندي قصة مشهيرة جداً هي الفشل المتكرر في الحقن الميجالي بصح لك الفشل المتكرر في الحقن الميجالي هو ليس بالضروري إنه يكون غير مسبب ممكن يكون المشكلة في طريق تحضير البوايدات من قبل استخدامها ممكن يكون فيه بروتوكول العلاج ممكن يكون فيه جرعة الدواء ممكن يكون فيه اليوم المثالي اللي أنت تبدأ فيه تنشيط ممكن يكون فيه بطانة الرحم ممكن يكون فيه الريسبتيفتي متع بطانة الرحم أو تقبل بطانة الرحم ليلاجن ممكن يكون فيه هورمون البروزستيرون اللي فيه بعض الأحيان بيعرف الستات ممكن يكون في طبيعة الحيوانات المنوية ممكن يكون في نوع الأدوية ممكن يكون في المعمل ممكن يكون في البروزس بتاع تحضير البويدات والحيوانات المنوية والتعامل مع الأجنة في المعمل ولكن في الآخر مفيش عاجة تقدر تعملها في بعض الأحيان أنت بتصل إلى طريق مسدود وبترى يا ربنا أن في يوم اللي يعمل يحصل حمد نورتنا ونورتنا وأسعدتنا كالعامل ضيف العزيزة القبائل المالكبيرة السؤال الدكتور عمال أوضالة السشيري تأخر الإنجاب الحق من جاري رئيس مثل الزئدار المؤسس لمستشفى الدارة الطب العريقة كان فيه واحدة من حرقاتنا المهمة المتنوعة اللي رصد للكسير من النقاط المهمة جدا في عالم تأخر الإنجاب واللي فيها جملة مهمة لازم تحطوها في اعتباركو أنه كثير من القرارات في عالم تأخر الإنجاب والخطة العالجية تيلورت تفصيلية كل كابلز وكل زوجين ليهم أسلوب قد يختلف عن الأسلوب الآخر ليه؟ اتنين كابلز تانيين متشابهين في حاجات لكن بيختلف في أشياء جوهرية تخلي أول تاني أنه المسألة تفصيلية خديكم مع الدكتور الحمد لله التجربة بتاع الدار الطب طبعا سبابها أزوجتي هم أصحاب المشكلة لا بسهلاء ده إحنا الأصحاب المشكلة هم زي ما يقولون واحد بسهلا بيمدي إيدو ليك يعني بصراحة يعني وسبحان الله ربنا كرمنا الحمد لله وحسنا الموضوع كان مع دار الطب حاجة كده حاجة سهلة حسنا إحنا بقينا حتة منهم أو أهلهم أو هم أهلين يعني هي بصراحة تجربة كويسة ونجحت من أول مرة يعني إحنا ما خدناش وقت في العلاج عادت تاريس سنين وكل ما روح للدكتور كان ممكن ما إداكش أمل بس الدكتور أحمد إدانا أمل وسبحان الله اللي هو قاله لنا هو اللي حصل هي العملياتين جاح والحمد لله نجحت معنا طفلين طوأم ولد وبين بجد بجد إحنا بنشكر الدكتور أحمد وكل الدكتور اللي شغلتها تحت إدانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة